بسم الله الرحمن الرحيم منتخبنا الوطني ضد بوركينا وضد غينيا أما في الفقرة الثانية الثنائي أيمن جلبرتو وسبري سراج ولغة الأرقام والإحصائيات خليني أبدأ مع حضراتكم أن مجلس إدارة النادي الأهلي النهاردة كرم فريق سيدات الطائرة زي ما حضراتكم عارفين بتتواصل التكريمات بعد ما شفنا مبارح تكريم فريق كرة اليد رجال وسيدات النهاردة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب كان حريص على تكريم لاعبات الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات وجهازهن الفني والإداري والطبي تقديرا لما حققه الفريق خلال المسم المنقدي الفوز ببطولة منطقة القاهرة كأس السوبر المصري كأس مصر ودوري السوبر دي كانت البطولات اللي خدها هذا الفريق عموما خلونا نطلع نشوف كلمة كابتن محمود الخطيب في تكريم فريق سيدات الكرة الطائرة بسم الله الرحمن الرحيم يا شباب في الدباية بس نحن نتمنى صحراء جداً بكم وفظرين بكم انتناك انتم والجهاز بداعكم كلهم عندنا مجموعة من اللعبين واللعبات وعندنا أطراض من الجهاز كل الجهاز كلهم كفاءات كبيرة موسم كويس الحمد لله ولكن الموسم في حاجة نقصة وعايز أذكر في الموسم ده حاجتيه المباراة المجمعة كابتن مباراة اللي هي كانت كسبنا احنا اول مباراة وخسرنا تاني مباراة كان موضوع يعني النادي القافي شخصية النادي القافي الروح اللي بلعب ديه النادي القافي ده اللي أنا شفته في المباراة الأولى المباراة التانية حاجة مغيرة تماماً بقى ناس مستمركزة ناس عندها ثقة زيادة وعشان كده راحت من المباراة بيجي أمور فنية أخرى كانت بريدنا حكاها هذه المباراة التالية رجعنا لشخصية النادي القافي الحمد لله رب العالمين وربنا كرامكم بالبطولة الحمد لله كاس مصر طبعاً الحمد لله الدول العامي الحمد لله كاس سكر بطولة كبيرة تانية بطولة أفريقية في ملعبنا أنا محضرتش بماتش ولكن برضو اتفرقت بس ليه احنا في لحظات معينة بيغيب عندنا التركيز وبيغيب عندنا الجدية في العجاب وفي النتيجة منها هي ما كانتش في صراحة فهنا ده يجب ان انتو ناس أفضل مدموع موجودة في كرة الطاهرة في مصر مع أفضل جهاز موجودة ليه ما ناخدش كل حاجة ما ناخدش كل حاجة لازم احنا براجع نفسينا على أساس دايما عاوزين تعملوا تاريخ لكم وتاريخ لنا ديكم خلوا امور كلها في منتهج جدية طالما تزيل طارق الملعب لازم تبقى جد جدا يمركز جدا معدك اسرار جدا لازم هو ده عناصر الروح العالية وعناصر الفريق البطل الفريق البطل ليه عناصر عناصر شخصياتكم لكن خلاص الحمد لله تقبل الله ما شاء فعل ولكن ما يتكررش بنفس الأسلوب الرياضة هي مكسب اخسار ممكن نكسب وممكن نخسر بس على الأل الواحد لما كنت طالب من ملعب أنا راضي عن أدائي وحاصل إن عملت كل حاجة وكنت مركز جدا كنت عايش المباراة جدا عدم التوفيد لبطل لكن دايما بيوفق المخلص وبيوفق الإنسان او داي عمل بيوفق الإنسان اللي هو يعني شايف شغله كويس عايشه كل حياة وبتدور حوليه شغلنا دي انتوا لعبين دي وقت دي دي أحسن مرحلة في حياتنا احنا كنا لعيبة زيك احسن حاجة في الرياضة انك تلعبها في كل العاب انك تختفالها بقى مدرب إداري رئيس نادي عدو مجلس دارة ومنتهى الصعوبة موضوع وما فيهاش متعة المتعة وانت كلوقتي تملك ده تملك الوقت وتملك السن اللي تخلق وتتمتع بحياتك بموهبة ربنا نده فما تضيعوش الوقت ما تضيعوش عشان ده كلكم هتفتكروه انتوا لكل بطولة بتضافلكو هنا بتضافلي النادي وتضافلي تاريخكم ده مهم جدا يا سباك بأذكركم جدا مهاش تعدى النظم مهاردة سوية بس كنا حابين نصفكو هنا شكرا يا سباك زي ما حضراتكو شايفين كده لما بتيجي تسمع كابتن محمود بتحس ب فخر النادي الاهلي وبحلاوة النادي الاهلي والله بجد ممكن يكون نفس الكلام كابتن محمود كابتن خطيب قاله مبارح مع كرة اليد تقريبا في نفس الاطار بيتكلم بنفس الشكل ولكن يعني انا كل الجمهور بيعملين يبعتولي يقولولي انه تحس انه بالفخر وانت بتكلم او ان الكابتن بيتكلم تحس بالفخر تحس بالسعادة تحس باللبنصات اللعيبة نفسها وهم قاعدين لعبات كرة الطائرة وهم قاعدين مبسوطين سعداء ان عندهم رئيس نادي بيكرمهم رئيس نادي يعني مجلس ادارة يعني الجميع الحقيقة كل جمهور النادي الاهلي بيكرم هذا الفريق بيقولهم انتو كسبنا كل حاجة ولكن خسرنا بطولة خسرنا بطولة ليه؟ وبيقولي الاسباب اللي خسرنا بيها البطولة مش مجرد ان انا خسرت هذه البطولة وخلاص يمكن كان في دلع شوية يمكن كان في بعض النواحي الفنية شوية زي ما اسمعنا كابتن محمود وهو بيتكلم عن هذا كابتن خطيب وهو بيتكلم عن هذا الامر ولكن في النهاية لو حضرتكو اسمعتو الكلام ده بكرة وسمعتو كابت خطيب وهو مثلا بيكرم احد الفرق ونفس الكلام هتحس بشكل مختلف هتحس ان الامر فيه اختلاف الاختلاف ده في ايه؟ في افتخرنا وحبنا وسعادتنا بالنادي الاهلي كجمهور انت كجمهور وانت قاعد بتتفرج بالمناسبة انا ممكن ان البعض ياخد كلامي ده بعض من لايه وشجع النادي الاهلي ياخد كلامي ده ويعضي التاريخ عليه وقولك بص يا عم بيقله الرجل وبيعمله مش عارفية هذه ليست الحقيقة كلنا عارفين ان الكابتن محمود الخطيب بالنسبة لنا ايه؟ سواء هو موجود في النادي مش موجود في النادي الكل يعلم مدى حب الناس لكابتن مش اسلام كل الناس لكابتن محمود الخطيب وبالتالي عندما يتكلم حتى لو هو مش رئيس النادي تجد فيه فخر الاهلي فخر اسم النادي الاهلي لانه حتى كابتن خطيب لما تكلمه وهو برا النادي وتجي تقوله يا كابتن يقولك الاهلي اولا حتى وهو مش رئيس النادي يقولك هذا الكلام وهو ده الفارق ما بين الاهلاوي او اللي بيحب ناديه واللي بيحب ناديه عشان منصب او عشان مكان هو قاعد فيه عشان كده أنا بقول لحضراتكم استمتعوا بهذه الفترة استمتعوا بفترة موجود فيها مجلس إدارة محترم مجلس إدارة عايز يعمل كل حاجة عشان خاطر جمهورهم عايز يقف وراء كل الألعاب علشان يصل إن الجمهور كله يبقى مبسوط من كل الألعاب من كل الألعاب كمان مجلس إدارة النادي لأهلي النهاردة برئاسة كابتن محمود الخطيب كان حريص على الاجتماع بلاعبات الفريق لكرة السلة سيدات وجهازهن الفني والإداري والطبي لتكريم الفريق بعد حصولهن على خلال هذا الموسم المنقضي على بطولة منطقة القاهرة وكأس السوبر المصري وكأس بمصر وبطول الدول السوبر والدرع العام لهذه البطولات كل يوم هتجدوا مثل هذه التكريمات عموما تعالوا نشوف كلمة قالها كابتن محمود في تكريم سيدات الأهلي للكرة السلة الحقيقة إحنا سعداء لكم ومعرض وإحنا متشرر لكم إن إحنا باب معاكم عندنا مجموعة من اللاعبات على مستوى عالي جدا وشخصيات كلهم شخصيات حقيقة تنم عن النادي الأهلي وعن شخصية النادي الأهلي معاكم جهاز من شاء الله كفاءة عالية جدا ويمكن ملاحظتنا إحنا أو أنا إن أنا عاد بتفرج يعني عليكم بحس إن فيه زي هارمني كده بين الجهاز وبين الحمد لله اللي عبرنا كانت الطريق كمان هو الحقيقة مش عايز أكبره مش عايز أولدكم بس أخوكم الكبير يعني ليكم وللجهاز ابني من ولاد النادي اللي الحقيقة يتربى في النادي فعارف كل لحظة ممكن يقضيها في النادي يقضيها إزاي ويقضيها لإضافة تاريخ ومدد فلما نقدر نعمل كده كنت مجموعة من اللاعبات الحمد لله على مستوى عادي جدا وتملكوا إمكانيات كبيرة جدا والنادي بتاعك بيملك إمكانيات كبيرة جهازك مستوى يعني مستوى الأول الموجود في مصر وكمان برضو بيملك إمكانيات بشرية وإمكانيات فكرية بغير الأمور الفنية كمان يعني فاحنا كمنظومة منظومة أعطاك بالنهاية منظومة مؤهلة للنجاح ومؤهلة للنجاح الكامل مش مؤهلة للنجاح الحمد لله أنا خد كده من كابتن خالد العواضي قدتوا لقدوني بس السنة دي عملنا إيه فلاقيت إن إحنا الحمد لله كاس مصر بطولة منطقة القاهرة أعتقد إن دي تبقى فرقة القاهرة بس كاس سوبر مصري دور السوق وإخسرنا الدور المرتبط لنا باركس تاني أوكي سنة كويسة الحمد لله لكن مش كاملة وإنتوا تقدروا تبقى سنة لمسبالكم كاملة تركزكم إصراركم الاتزامكم بالأمور الفنية علاقتكم إنتوا بعض كالمجموعة عناصر عناصر مجاحة تقدروا تعملوا داو إذا كان راح في نار بطولة أنا زعلان عشانكم إن البطولة دي كانت لو كنت كده في تاريخ كل واحدة فيكم الحمد لله سنة طيبة زي ما تقوم ستجيدة بس إحنا كنا ممكن تبقى جيدة ممتازة يعني الحمد لله على كل شيء طب إحنا بقى هنعيش على المكسب اللي فات والسنة اللي فاتت ولا هننسى دا وهنفكر في السنة الجديدة لو إنتوا عيشتوا على المكسب اللي الحالي هتخسروا فمازلت تفهموا كلام دا كويس ولا إنتوا تستحقوا دا ولا جمهوركم يستحقوا دا ولا ناديكم يستحقوا دا فلازم ننسى اللي فاتت دا سبق دا خلاص نتهينا منه فحنقعدين عشان نشكركم ونقولوكم مبروك وكمان نوصي أو كمان بس نلمس كده السنة الجاية سنة صعبة صعبة لإنتوا أبطار صعب مش صعب على الغير مش صعب على مش بطل مش صعب عليه إنه عادي لكن البطل دايما هو دا الاستمرار كبطة هو دا الصعوبة تاني بشكركم جدا لأداءكم بشكركم جدا لالتزامكم لإصراركم لروحكم لعلاقاتكم بعض لأن أنا شايف اللي وليت حتى اللي ما لعبوش ودي يمكن حاجة فنية فرحتهم أكتر من الله هو دا المكسد يا شكرا هو دا المكسد تاني بشكركم ألف مبروك لسيدات السلة وألف مبروك لسيدات الطائرة وكلام مهم جدا وزي ما حضراتكم شايفين مساندة دائما من مجلس إدارة النادي الأهلي بلقاسة كابتن محمود كابتن محمود الخطيب لكل ما لكل الإنجازات التي تحدث ودائما ما يذكر الجميع هتجد هذه الكلمة في كل التكريمات القادمة والسابقة ألف مبروك عملنا اللي علينا السنة عايزين السنة الجاية هتبقى أصعب وأصعب وأصعب ومش هذكر حضراتكم إن كابتن محمود الخطيب قال هذه الكلمات السنة اللي فاتت في نفس التوقيت تقريبا ولكن كانت حفلة مجمعة يتكلم فيها عن إن إن شاء الله ربنا يكرمنا والحمد لله إن ربنا كرمنا السنة اللي فاتت وعملنا وخلينا وسوينا ولكن السنة اللي جاية أصعب وبالفعل السنة كانت صعبة جدا 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 وجهة نظري أن السنة القادمة أيضا ستظل صعبة والسنة اللي بعدها ستظل أصعب والسنة اللي بعدها ستظل أصعب هذه هي الرياضة ودايما يجب أن أنت يكون عندك كلاعب وكمدرب وكإداري حافظ لما هو قادم والحافظ الأكبر دائما هو جمهور النادي الأهلي اللي دايما بيبقى بالملايين وراء فرقه المختلفة سواء كرة القدم أو كل الألعاب الأخرى وصلنا دلوقتي لفقرة حائد صد النهاردة فقرة حائد صد رجعت بس بعد غياب شوية ماشي هنتكلم فيها في كل الأمور اللي حضراتكو عايزين تتكلموا فيها ولكن خلوني بس أبدأ كلامي وكلام مهم جدا فيما يخص حلقة أفشا بارح مع إبراهيم في كلنا عارفين إن أفشا واحد من اللاعبين اللي الناس كلها بتحبها بالمناسبة يعني سواء اللاعبين اللي موجودين معاه أو كل المدربين اللي شاركوا فيه كونون هو يقول إن أنا بحب مدرب ده طبيعي جدا كلنا يعني لو حضرتك جيت سألت أي لاعب في العالم أنت بتحب مدرب هقولك أنا بحب مدرب الفلاني محدش يعيبوا هذا الكلام ده أولا ثانيا وأنا حشرح لحضراتكم تحديدا اللي كان عايز يقوله أفشا فيما يخص موضوع التسعين وخمسة وتسعين في المية من الناس ما تعرفش إيه التحليل اللي بين أو إيه الكلام اللي بيننا وبين المدرب الناس خدت الكلام ده على إن أفشا بيقول هذا الكلام علشان يعيب في بعض الناس أو هذا لكن هذا الكلام غير صحيح أفشا ما بيعيبش في قطة أفشا كان قصده في هذا الأمر هو الآتي أفشا كان يقصد إنه محدش يعرف الأمور التكتيكية جوه الفرقة غير الفريق أو 35 لاعب والمدرب لأنه الموضوع ده بيبقى دايما ما بين المدرب واللاعبين فأفشا لما يتكلم إليك تسعين أو خمسة وتسعين في المية ما يعرفش اللي بيحصل ما بين المدرب واللاعبة الناس بتقيم على أساس المباراة فقط لكن أو على أساس المطش اللي أنا بلعبه بس ولكن الحقيقة إنه ما يعرفوش إنه المدرب قال لي إيه قال لي هل أنا بدافع، هل أنا باهاجم، هل أنا أقف في الحتة دي أقف في الحتة دي قال لي 95% من الناس ما يعرفش اللي دار ما بين المدرب واللعبي هو ده قصد قفشة لكن هو مش قصده أنه هو يعيب في حد أنا بس حبيت أن أنا أشرح النقطة دي تحديدا لأن هي النقطة اللي كانت أكثر كدلا في كلام قفشة مبالح هل هي حقيقة هو في حد يعرف الكلام اللي بيدور ما بين المدرب واللعبي ما حدش يعرف أنا راجل بلاش أنا مارادونا الله أرحمه يعرف اللي دار ما بين المنتخب الأرجنتين والمدرب بتاعهم وهو قاعد بيتفرج لا طبعا ممكن جدا المدرب يكون قدة تعليمات لا أحد يعلمها غير اللاعب واللعبين اللي معاه بس هو ده كان قصده من الناحية التكتيكية وعلاقة المدرب باللعبين ده كان قصد قفشة في هذا الأمر أنا بس حبيت أن أشرحه لحضراتكم طيب بسرعة جدا رجعنا فقرة حقيقة صدر ليه رجعنا فقرة حقيقة صدر لأنه اللي بيحصل على الساحة الرياضية خلال الفترة ديت هو أمر غير مقبول الموضوع زاد عن حده بالرغم من أن الأجواء الرائعة في الفترة الأخيرة لأن الناس دايما بتعمل أزمة وبتحب تعمل أزمات وتثير الفترة من المفترض أن الناس يكون عندها مسئولية الفترة دي منتخبنا عنده مهمة وطنية لازم الناس كلها تركز مع المنتخب اللي عنده مباراتين في غاية الأهمية وفي غاية الصعوب طيب الأعلام الرياضي مركز في إيه الأعلام الرياضي مش مركز في حاجة غير لعبة الأهلي وكل واحد طالع يزايد على اللعبة وكل واحد بيهاجم نجوم النادي الأهلي والحقيقة أنا بشوف أن ده مش مسموح وإحنا قناة النادي الأهلي لغاية لما الواحد يمشي من هذا المكان دائماً هنكون حقق صد ضد أي هجوم على لعبة النادي الأهلي وبنقول لأصحاب الترندات الناس بقت فهمة وعارف أنتوا بتعملوا كده ليه وعشان إيه لأنه واحد من غير كلامكم على لعبة النادي الأهلي ما فيش حد حيتفرج عليكم أصلاً وما حدش فيكم حيشتغل في أي فضائية الشيء اللي إحنا دايماً بنتكلم عنها الهجاس والمطرود وغيرهم هيقودوا في بيوتهم ويعودوا يقلفوا قصص لازم يقود يقلف قصص وحكايات من وحي الخيال والله من وحي الخيال اللي لمست اللي بيتقال إن هي لمست إيد إمام عشور أو الكرة الثانية بتاعت كريم فؤاد اللي بيتقال إن هو عرق لللاعد لكن الناس كلها أجمعت سواء في تونس أو في مصر أو تونس قبل مصر هناك لعب من تراجي وهلو على ما أعتقد كان يستحق الطرد فيه الكرة اللي تدخل فيها مع مروان عطية ولكن الهجاس والمطرود عكس الناس وزي ما قلت لحضراتكم هما دائما ما بيمشوا عكس الاتجاه لأنه بيحاولوا يدفعوا عن حقوق وهمية للتراجي اللي مسؤولين التراجي نفسهم معترفين بأنهم الكرة دي ليست ضربة الجزاء في بعض الأوقات الوجوه دي في الإعلام مطلوب إن هي تختفي بلاش يختفوا مطلوب إن هم يتكسفوا عارف هقولك حاجة ممكن كولر يقعد أربع خمس سنين في النادي الأهلي مثلا يعني أنا معرفش ولكن ممكن كولر يقعد مدة تعاقده مع النادي الأهلي جوه النادي الأهلي ولكن الناس دي بعد أربع سنين الهجس والمطلوب والناس دي لو كولر قعد سنتين كمان بعد سنتين وكولر مشي مثلا يقولك إيه مش أنا قلتلكه أهو فشل مش هو دا اللي بيحصل مش هو دا اللي أنتو بتسمعوه مش هو دا الفيديوهات اللي حضراتكم بتفتعوها ومش حضراتكم بعد من لا يشجع عناد الأهلي بيفتعوها علشان يكتروا الكلام على هذا الأمر وللأسف الشديد البرامج بتجيبهم تسالي لب أنا بالليل لما براوح بعض أكون لب أو بعض أتفرج على هذه الفيديوهات لأنه اللي بيتقال من حق أي حد مرة تانية أو تلتة أو عشرة ومليون يتكلم عن النادي الأهلي أو ينتقد أداء النادي الأهلي ينتقد كلمة قالت ينتقد حد حاجة من مجلس الإدارة ينتقد قرار ينتقد كل واحد حر ولكن مجرد أن أنت بتخوت في أعراضه بتقول كلام هو غير صحيح كلام ما يصحش لأنهم لو ما جابوش سيرة الأهلي المشاهدة حتكون عندهم مليون في الماء سفر جمهور الأهلي عارفينهم حفظينهم حفظين الهجاص حفظين المطرود حفظين الهجس بتاعهم حفظين الاترد اترد من الأهلي ليه معروف أنه حاقد ليه وكان نفسه يرجع والحمد لله ما عندناش مثل هذه الأمور ولكن عدم رجوعه ورفضه اترفض لسلوكه المعروف اللي بسببه اترد من ناشئين النادي الأهلي وأنا هنا ما بقولش سير حضراتكم مهما قلته أو اتكلمته كالعادة كالعدم كالعادة كالعدم لا وجود لكم من فضلكم حاولوا تواكبوا الأحداث حاولوا تتكلموا إعلام حاولوا تتكلموا عن يعني إيه كلمة إعلام أنا واحد من الناس بقرأ كتير جدا 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 في هذا الأمر علشان نعرف إيه اللي بيحصل لما تروح تاخد دبلوما في الإعلام أو اعمل كده على فكرة اعمل وحاول تشوف وحاول تتعلم مش عيب على فكرة كلنا عملنا كده وعملنا وبنعمل أيضا إعلامي شغال في قناة عامة ومعروف متحدث رسمي لنادي منافس وشغال هجوم على كهرباء وفي المقابل بيدفع عن نادي أنا قلت لحضراتكم من بارح هل حضراتكم عمركم سمعته أستاذ شريف فؤاد متحدث رسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهل طالع يعيب في حد من لعبة نادي الزمالك مثلا نادي الزمالك أو نادي بيرامدز أو نادي الإسماعيلي أو أي نادي ولكن الإعلامي مفروض أنه بيتكلم عن معايير الإعلام ولكن عمره مفكر أنه اللي بيعمله واستغلاله لهذه المنصة الإعلامية للهجوم على نادي الأهلي ولعبته بيعتبر بعيد تماما عن معايير الإعلام اللي بيحاول أنه يتكلم عليها من المفترض هتقول لي ما أنت بتتكلم أنا بتتكلم هنا داخل قناة النادي الأهلي ومن حق أن أنا أدافع عن كل لعبة النادي الأهلي وأدافع بالطريقة التي تناسب النادي الأهلي وأدافع عن جمهور النادي الأهلي وأدافع عن كل ما يخص النادي الأهلي لكن حضرتك فين الحيادية والموضوعية في الكلام فمثلا هذا الإعلامي عمرنا ما شفناه طلع يتكلم عن سلوك خطأ حصل من لعبي أندية منافسة وكأنه مش شايف غير النادي الأهلي ولعبته طبعا وزي ما حضرتكم عارفين السبب معروف ومفهوم جماعة أتمنى أن نحن نعدي هذه المرحلة هذه المرحلة هي المرحلة السابقة نعديها يعني ودخلنا دائما في مرحلة الاحترام والود ما بين مجالس إدارات الأندية بمختلف انتماءاتنا بنتطلع نتكلم بمنتهى الأحقاد يكون هناك نقد عادي جدا ما فيش مشكلة ولكن بمنتهى الاحترام ومنتهى الأدب ليه بندخل الأمور في بعض ليه بنرجع أو ليه بنرجع الناس عشر خطوات أو عشرين خطوة وراء بالعكس جمهور النادي الأهلي وكل الجماهير المصرية على وفاق تامعة زي ما قلت لحضراتكم من بلح الحاجات اللطيفة دي بتعدي ولكن مثل هؤلاء هم اللي بيعملوا الفتن وبيثيروا الفتن وإحنا من فضل حضراتكم لا نريد مثل هذه الأمور علاقات على أعلى وفي أفضل مستواتها وإن شاء الله تفضل بهذا الشكل دائما ولن ندعو إلا للاحترام والأدب والأخلاق لما بنيجي نرد دائما ما بنكون رد فعل والله خدوا بالحضراتكم دائما ما بنكون رد فعل أنا حتى قلت له منلغي فقرة حق تصد الفترة اللي فاتت دي خالص ولكن للأسف الشديد زي ما حضراتكم شايفين كل يوم يطلع علينا حد سواء هجس أو مطرود أو غيرهم يعودوا يعملوا نفس الأفلام لن نعود للوراء جمهور النادي الأهلي هو أفضل جمهور وحيفضل دائما وراء فريقه ولن ينساق لمثل هذه الكلمات اللي منها الممكن جدا أن هي تودينا لتعصب واضح جدا جدا لن نعود للوراء مرة تانية أنا بس حبي تقفل الموضوع ده وبسرعة علشان ما نعودش نتكلم فيه مرة تانية الإعلام الرياضي فيه مراحل جيدة سواء هنا أو هنا أو هنا أو هنا ولكن في النهاية أهم حاجة أن تظل دائما الحياة ما بين الجمهورين الكبيرين سواء جمهور النادي الأهلي أو جمهور الزمالك أو جمهور الاهلي أو جمهور إسماعيلي وجمهور النادي الأهلي وكل الجماهير المصرية على أفضل مستوى وسنظل نحاول أن نحافظ على هذا الشكل خلال الفترات القادمة لأن النادي الأهلي دائما بيعلمنا مثل هذه الأمور خلونا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نتكلم عن النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني خلال المرحلة القادمة في قراءة القادمة نروح بقى لفريق نادي الأهلي العاد للتدريبات النهاردة وكولر زي ما حضراتكم عارفين عاد للقاهرة بعد أجازة بعد الفوز بنهاي دوري الأبطال فريق بيغيب عنه عدد كبير جدا من اللاعبين الموجودين مع المنتخب الأول أو المنتخب الأولمبي عدد كبير جدا زي ما حضراتكم عارفين خلاص أفلنا ملف نهاي دوري الأبطال الأفريقي وحنبدأ بقى المباريات اللي جاية والأهلي بعد الأجندة الدولية حيكون عنده تحديات مهمة جدا جدا وضغط مباريات رهيب زي ما حضراتكم عارفين خلال الفترة الحالية كولر قرر تصعيد عدد من الناشئين لتعويض غياب اللاعبين الدوليين وزي ما احنا عارفين ان الأهلي بيستعد لمواجهة فاركو في السابعة مساء الجمعة 14 يونيو بستاد برج العرب بالأسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الحداشر لمسابقة الدوري المصري زي ما حضراتكم شايفين حقيقة تحضيرات مهمة وعودة كولر وعودة جميع اللاعبين اللي خارج اللي مش موجودين الحقيقة إلا مع المنتخبات الوطنية المختلفة سواء مع منتخب مصر الأول أو مع المنتخبات الأولمبية كل التوفيلي ندي الأهلي خلال المرحلة المقبرة منتخبنا النهاردة قرر وأنا هنا الحقيقة بحي كابتن حسام حسن هي الكابتن حسام إنه هو يضع كل لا يضع إلا مصلحة منتخب مصر فقط في حزبانه قرار أكثر من رأة الكل الحقيقة كان يريد هذا القرار من كابتن حسام وجهازه الفني بعد تأكد غياب أحمد فتوحي اللي هيكون خسارة كبيرة جدا لإصابته تم استدعاء عمر كمال عبدالواحد لمعسكر المنتخب بصراحة قرار أكثر من رأة الأهم فيه أن هناك إجماع كبير جدا مش إجماع كل الناس في مصر الخبراء والمحللين يتكلموا على أن عمر كمال يستحق الانضمام من الطبيعي إن عمر كان من المفترض إنه هو يكون مع المنتخب من البداية ولكن هنا أنا بشيت بقرار كابتن حسام لإنه لم يكن فيه عند لم يكن فيه مكابرة والحقيقة في حلقة كابتن أسام حسني مع عمر كمال اللي كانت هنا فيه على شاشة قناة النادي الأهلي شوفنا قد إيه عمر اتكلم بمنتهى الحب والود بمنتهى الحب والود على كابتن حسام حسن وقال إنه أياه ما فيش أي مشكلة وبالتالي كابتن حسام حسن بيضع مصلحة بلده فوق أي حاجة تانية وقراره على فكرة كان ممكن جدا يختار أي حد تاني ولكن هو رأى أن عمر كمال يجب أن يكون متواجد خلال هذه الفترة وبالتالي قرار رائع جدا جدا من كابتن حسام حسن في هذه الفترة التي تستحق الحقيقة مسندة ومؤذرة الجميع الجميع يجب أن يساند ويؤازل ما يحدث كل التوفير منتخبنا الوطني وزي ما قلت لحضراتكم كلنا سنكون في ظهر منتخبنا الوطني خلال المرحلة القادمة مباراتين مهمين جدا 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 سواء مباراتنا أمام يوم الخميس أمام بوركينة أو مباراتنا إن شاء الله يوم عشرة أمام غينيا المباراتين دول حيفرقوا معنا كتير جدا وبعد المباراتين دول حيكون لنا كلام كثير جدا وصلنا دلوقتي لفقرة أخبار البيت الكبير هنطلع نشوف تقرير نعرف آخر الأخبار على الساحة المحلية والعربية والعالمية ومن بعد هذا التقرير فاصل ومن بعد الفاصل هنستقبل النجم الكبير كابتن أحمد بلال في ضيافة البيت الكبير حارس مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على تكريم فريق هرة اليد رجال والجهاز الفني والإداري والطبي تقديرا لما تحقق من نجاحات خلال الموسم المنقضي وأعرب الكبتن محمود الخطيب عن تقدير مجلس الإدارة لما قدمه الفريق على مدار موسم كامل نجح خلاله الجميع في تشريف النادي محليا وقرية كما حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكبتن محمود الخطيب على تكريم لعبات فريق كرة الطائرة السيدات وجهازهن الفني والإداري والطبي تقديرا لما حققه الفريق خلال الموسم المنقضي مؤكدا أن الفريق يضم عناصر هي الأفضل في مصر بشكل عام ويجب الاكتهاد وتقديم كل ما يمكن بجد وتركيز حتى آخر لحظة وأن المسئولية كبيرة وصعبة على الجميع خلال الفترة المقبلة استأنف المارد الأحمر أول تدريباته بعد الراحة السلبية التي منحها لهم الجهاز الفني عقب التتويج بلقب دور أبطال إفريقيا خلال فترة التوقف الدولي انطلقت التدريبات بغياب 12 لعبا لارتباطهم مع منتخباتنا الوطنية وينتظر المدرب السويسري مارسيل كولر ولاعبه مهمة جديدة في الدور المصري من أجل الحفاظ على اللقب قرر الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن مدير المنتخب استدعاء عمر كمال عبد الواحد لمعسكر المنتخب استعدادا لمبارتين بوركينا فاسو وغينيا بيساو بدلا من أحمد فتوح الذي تعرض لإصابة في الكاحل منعته من استكمال معسكر المنتخب الوطني في ظل صعوبة لحاقه بالمواجهتين المقبلتين تواصل بعثة المنتخب الفلسطيني الشقيق تحضيراتها في العاصمة القطرية الدوحة استعدادا للقاء المنتخب اللبناني يوم الجمعة القدم في إطار الجولة الخامسة من التصفيات الأسيوية المزدوجة وشهدت القائمة تواجد وسام أبو علي لاعب الأهلي كشف تقرير صحفي أن نادي النص السعودي يسعى بقوة للتعاقد مع البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط منشستر يونيتد الإنجليزي وبحسب موقع كوت أوف سايد المهتم بأخبار الانتقالات فإن الفريق السعودي رصد ميزانية تتراوح بين 90 و100 مليون يورو لضم اللاعب أعلن نادي تشيلس الإنجليزي رسميا تعيين مدرب الإيطالي أنزو ماريسكا مديرا فنيا جديدا للبلوز خلفا للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو الذي تمت إقالته قبل موسم على نهاية عقده الممتد حتى يونيو 2025 وأنزو ماريسكا سيبدأ منصبه الجديد في الأول من يوليو 2024 بعقد يمتد لخمس سنوات مع خيار النادي تمديد العقد لعام إضافي تويغال برازيليو فانسيوس جونيور نجم ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب في دور أبطال أوروبا الذي تويغ به فريقه يوم السبت الماضي على حساب بروسيا دارتموند قدم المهاجم الشاب أداء مميزا مع ريال مدريد خلال البطولة حيث سجل ستة أهداف منها هدفهم في المباراة النهائية كما صنع خمسة أهداف بعدما شارك في عشر مباريات بمجموعة 901 دقيقة كشفت تقارير صحفية أن المدربة أنطونيو كونتي ووكلاء قاموا بإنهاء كافة المستندات والعقود مع إدارة نادي نابولي لمدة ثلاث سنوات قادمة العقد تبلغ قيمته 7 ملايين يورو لكل موسم وأضفت الصحيفة الإيطالية في تقريرها أنه من المقرر أن يتواجد كونتي في مقر تدريبات نابولي يوم غد الثلاثاء أو الأربعاء لتقديمه كمدير فني للفريق لبدء مهمته بشكل رسمي كشفت تقارير صحفية برتغالية أن نادي بايرن ميونيخ الألماني اتخذ أول خطواته للتعاقد مع النجم البرتغالي برونو فرناندز قائد نادي منشستر يونيتد الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة ويستعد العملاق البافري لمركات صيفي هام تحت قيادة مدربه الجديد فانسين كامبني حيث يبحثوا مع البايرن عن تعويض إخفاقات الموسم المنقضي الذي خرج منه الفريق الألماني دون ألقاب أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين خلوني أرحب بضيف حضراتكم في هذه الفقرة النجم الكبير كابتن أحمد بلال فقرته بتكون فقرة مميزة جدا بنسمع كلام واضح وصريح عن ما يحدث داخل الإعلام المصري لأنه زي ما حضراتكم شايفين أمور كثيرة جدا بتحدث حتى في الأجازات وحتى في ظل المطالبة الدائمة بمساندة منتخبنا الوطني خلال فترة قد تكون الأصعب في تاريخ منتخب الوطني كابتن أحمد زاك كابتن أحمد لله الحمد لله والله كل حال وربنا خليك رب تسلم خليني أتكلم معك بشكل عام الأول فيما يحدث في الإعلام الرياضي وما يحدث خلال هذه الفترة من بعض التراشقات هنا وهنا خلوج بعض اللاعبين في بعض البرامج وبيتكلموا وبيعملوا من حق كل لعب أنه يتكلم ويعمل كل حاجة ولكن في النهاية إحنا كجمهور من حقه يعلق ويقول اللي هو عايزه ولكن المسؤول في أي نادي أو في أي مكان يجب أنه هو يبقى بيحافظ على الكلمة اللي بيطلع يقولها قدام الناس أكيد طبعا بسخد بالك يعني طبعا بشكل عام هنا احنا بنتكلم أنا فاهمت في علشة شباب احنا هنا بنتكلم بشكل عام ما بنشرحين لحد احنا بنتكلم بشكل عام طبعا الفكرة كلها بس إسلام أن أنت النهاردة أنت داخل على ماتشين مهمين جدا ماتشين صعبين جدا 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 وكنت خارج طبعا من مباراتين جمدين جدا نهائي الأبطال الأفريقيا ونهائي برضو الكونفدرالية فهل هو ده التوقيت المناسب لخروج اللعي بنيات تتكلم بعد البطلتين وما قبل تشاف خروج الماتشين مهمين جدا جدا بالنسبة لك يكون الماتشين دول مصيرين بالنسبة للمنتخب مصر هل الكلام ده في هذا التوقيت مناسب من وجهة نظرنا مش مناسب من وجهة نظرنا الشخصية مش مناسب قبل بس ما تنتقل وتقول ليه ولكن طيب أنا إمتى حطلع أنا كتبان بطولة أنا كنيدي عندي أحمد بلال كسب النهائي دوري أبطال أفريق فأحمد بلال مراحش منتخب مصر فمن حقه أنه هو يطلع خصوصا في ظل المبالغ الكبيرة جدا طبعا لأمرنا ما اسمعنا عنها ولا حنسمع عنها اللي موجودة بس عشان الناس بت فلكن خليني أتكلم برضو هنا بشكل عام إن هناك مبالغ كبيرة جدا بتعرض على اللاعبين ماشي حلو كلام جميل يعني بس هل بسخط بالك ما هو الإعلام له دور مهم جدا يعني في قيادة الرأي العام تمام أو في توجيه الرأي ما ليش في قيادة الرأي في توجيه الرأي العام مهم جدا 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 فالنهار ده لما تطلع مثلا تجيب خليني الكلام بشكل بقى واضح تجيب لعيب من الأهل ولعيب من الزمالك ويطلع يرد عليه واحد من هنا ويطلعه واحد من الحياة دي وتعمل يعني شوشرة كبيرة جدا عشان تعمل ترند لبرنامج جديد أو لحدث جديد أو لموضوع أو لقناة جديدة أو عشان عندك إمكانيات وقدرات مادية كبيرة جدا أو حتى لو ما عندكش ففي هذا التوقيت أعتقد الأمر صعب جدا المفترض النهاردة كابتن إسلام أنت في خلال الشوية الآيام الصغيرين دول على المنتخب مصر وبعد أزمات صلاح وبعد أزمات مرموش أين دور أنا شايف أن في الوقت الحالي دور الإعلام موجه أنه هو مين هيجيب مين بسرعة تمام مين هيجيب مين يكلم الكلمتين بسرعة جدا خلي بالك أنا لا خد بالك أنا ما أصدتش حد بعينه بس أنا شايف اليومين دور كده كل واحد بيدور على مين النجم اللي ممكن نعمل بيه بال بالا في الوقت الحالي فإطلع يعمل ترند فالدنيا تفضل تتكلم ساعتين تلاتة ولا يومين تلاتة والله نسقف ونهايس ونشتم ونقل أدبنا شوية وبعدين نرد شوية في الناحة التانية وهناك منتخب مصر عنده ماتش بعد تلات كيام دي دي وجهة نظر مظبوطة ماء في الماء ماتش صعب جدا جدا خد بالك جدا جدا ومش ده بس الصعب ده اللي بعدين أصعب منه كمان اللي بعدين غنيا بساوك غنيا بساوك أصعب بكتير جدا فأنت محتاج على الأقل ما تتعدلش الماتش لأنك لو تعدلت الماتش بتاع بوركينا فأعتقد أن أنت بنسبة كبيرة هتبقى بره هتكلم معاك في المنتخب الواحد ولكن أنا هنا بتكلم بشكل عام ليه على فكرة الكلام اللي أنا حقوله لك ده أنا مغير راضي عنه ولكن أنا يجب أن أنا أتناقش معاك يعني إحنا دورنا أن إحنا نتناقش والمشاهد يحقق أنه يختار ما يريده صحيح أنا مش معنى الكلام اللي أنا بقوله ده أن أنا موافق عليه ولكن أنا كبرنامج عايز أن أنا أجيب أحمد بلال علشان أحمد بلال أو أنا ما فيش لسه ناس بتتفرج علي أو أنا عندي مشكلة ببرنامج معين فأنا عايز أجيب نجم كبير يقول زي ما يقوله يعمل زي ما يعمل ولكن في النهاية آآ الناس تشوفني حل ماشي مرة تانية أنا مش ده دورنا ولا أنا موافق على هذا الكلام ولكن أنا لما بقول هذا الكلام للنقاش وللجمهور حق آآ الاختيار صح بس التوقيت التوقيت مهم جدا أعمل حقك أنك أنت يعني تعالوا بالبرنامج بتاعك أو تروح به في حتة تانية أو أو مهما مهما كلفك الأمر أو مهما كنت هتدفع وهي دي وأصبحت هي دي المادة الموجودة في الوقت الحالي أنا بدفع عد إيه فبالتالي هجيب أي حد بدون أي زعل يعني بدون دخول بقى في تفاصيل لكن هي القصة كلها طالما أنا بدفع هجيب تمام والناس بتستجيب ما فيش مشكلة خالص سأقول اللي بيروح أو اللي بيحاول أن هو يستضيب لكن أنا بكلمك في التوقيت الحالي منتخب مصر عنده مشاكل كتيرة جدا تمام فيه أزمات كتيرة جدا في المنتخب في لعبة النهاردة غايبة في المنتخب أنت النهاردة يعني على سبيل المثال لو حد راح النهاردة وقال كلمة ما قبل المعسكر تمام تمثل الفرق التالي حد من الأهل يتكلم عن الزمالك أول عكس خلينا نتكلم في كده وراح معسكر المنتخب ما أنت كده تعمل جاب ما بين اللعبة وبعضها ولكن هنا مسئولية الكلمة يا بلال يعني إيه مسئولية الكلمة يعني ممكن أنت تكون أحمد بلال رجل معتاز الكرة قدم بقى لك 15-15 سنة أقل شوية أكتر شوية رجل نجم لك مريدينك لك محبينك فأنت عندك هنا مسئولية الكلمة بمعنى أنت لما بتطلع تتكلم لازم تبقى عارف أنت بتتكلم عن إيه وبتقول إيه وأنا هنا بكلم عن اللعب ومقدم البرامج وحتى المسئول في أي نادي لأنه أنت عندك ملايين المحبين والمريدين أكيد بس خد بالك فلازم تبقى دورك أنت تبقى عارف أنت مش نجمل مجرد أنت طلعت تتكلم بخلاص وهل ده الإعلام الرياضي في مصر لأ طبعا من المفترض أنه نقول إنه ليه أو هو ده الإعلام اللي أنا أريده ليه إنت أريده والإسمان عنه في الكتب و الذي حدثونا عنه كتير قبل كده أوكي، ده إحنا عارفينه كل إنما النهار ده الإعلام الرياضي في الوقت الحالي مش هو ده بيعتمد على إنسارة طبعا باحثاً على الإسارة باحثاً على MW إنت نهار ده أنت أريد أ 46 إنت للإنما تجيaux من وجود نظرك بكل صراحة إعلامتي أقول مثلا والله ده فلان ده ما ينفعش إلعب أو ملاش ما ينفعش إلعب فلان ده ما كانش من المفترض أن يلعب النهاردة أو مش أصلح لا بالعكس في الناحية الفنية على فكرة في الناحية الفنية أنت صح أو أنا صح حتى لو إحنا مختلفين ماشي خد بالك ما هو الناس بتعلق وتجيب حد تاني يعلق على كلامك فيقول لك إلحق فلان قال أن فلان ما ينفعش بص عشان أهلاوي الفكرة مش فكرة أهلاوي الفكرة بص الفكرة في مصر أنا النهاردة ممكن يبقى فيه ناس بتشتغل في الأناليسيز مثلا أو التحليل حلو فتيجيب ناس مخصصة في الحاجات الرقمية فهيتكلموا حلو تكلم زي ما أنت عايز لكن من فعش أنه نهاردة تجيب واحد أنا مثلا وإسلام لعبنا كرة 15-20 سنة تمام لعبنا منتقى بمصر ولعبنا فرق وخدنا بطولاته بتاعه وتيجي واحد تجيب واحد أنا آسف يعني ما اشتغلش الشغل هنا يعلق على الكلام بتاعنا الفني ويقولك لأ أنا بقى الكلام ده ما أجبنيش وده بيحصل في الإعلام المصري الأسف في بعض الأقوات مش في كل الأقوات طبع ومع بعض الناس مش مع كل الناس تجيب حد يبديلك بقى تعليقه الفني على تعليقك الفني أنت كلاعب أو على وجهة نظرك الشخصية اللي هو عايز يحجر على وجهة نظرك الشخصية أنت كلعيب برغم يعني كل الماتشات وكل الخبرات اللي لعبتها وكل الدروس اللي أخدتها من المدربين وكل المحاضرات اللي اشتغلت فيها وكل التدريبات اللي أنت وكل الساعات اللي قدتها في الكرة وتقول وجهة نظر فنية يعني تقول وجهة النظر الفنية الحقيقية اللي أنت عشتها ومع ذلك يجي واحد تاني يجيب لك واحد كابتن إسلام قال كذا كذا لا لا الكلام ده مش صح أنا معك في هذه النقطة ولكن برضو خلي بالك أنا دايما أقول هذه الكلمة معرفش هي صحة ولا غلط لكن هي بالنسبة لنا صح إحنا الاثنين ممكن نختلف حضرتك تختلف في وجهة نظر فنية بمعنى أنت تقول أنه نادي إكس ده بيلعب بطريقة 4-2-3-1 أنا أقولك لا ده بيلعب بطريقة 4-3-3 حقا إحنا الاثنين صحة على فكرة إزاي إحنا الاثنين صحة لأنه كل واحد بيقولها من منظوره من رؤيته العشرين تلاتين سنة للعيبهم والاسمع والكلام اللي أنت قلته ده كله فأنت أنا عشان كده ما عنديش مشكلة أن حد يطلع ينتقد أداء فريق ولكن محدش يطلع يقولك أصله أحمد بلال ما عندوش فكرة مش أحمد بلال أنا عايز حد بيلعب بس أنا مش عايز أقول اسم حد بيلعب أي اسم بيلعب من اللي دينا أد المسال عندي ما أديش مشكلة لأن أنا أبلتقى بلكده أخد بالك أقولك أبص على الحاجة أنت النهاردة ممكن ترغبت تشغل مدير فني بكرة الصبح صح؟ فتقولي لا بص 4-3-3 بدا الطريق الأمثل بالنسبة لنادي فأنا أقولك لا أسلم أنا 4-2-3-1 ده اختلاف صالح المشاهد أخد بالك ليه بقى أنا إسلام ممكن يكون شايف أنه هو بيحب يتحفظ شوية دفاعي أنا بحب أجازة هجومية في واحد غير نتالي يقولك لا أنا هلعب زون ديفينس على عب 4-5-1 التلات طرق مصبوطين لكن كون أن أنت تطلع تقولي لا أستمع عندوش فكرة ده عايز يلعب الأربعة 3-3 لا أنا مش معادي ما هو ده اللي بيحصل ولكن أنت تقصد هنا أن هناك البعض هناك البعض هناك البعض في الإعلام الرياضي بيتجه لهذا التسخين والكلام آه طبعا وبلبلة واخد بالبلة احترام احترام خد بالك احترام الإعلام للعب الكورة اللي عنده خبرات وللعب مع منتخب مصر واللي خد بطولات ده 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 شيء مهم جدا مهم جدا 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 يعني مش أي حاجة مش أي حد تطلع تخليه علق على وجهة نظر فنية عند العيب كورة وللأسف الشديد هو ده اللي يحصل في الوقت الحالي ومؤخرا للأسف 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 مؤخرا وأنا ما كنتش حبي كلام ده أنه يحصل في هذا التوقيت تحديدا لأن انت النهاردة بص بتدي مادة للناس لب لب تتكلم كتير جدا 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 في الوقت الحصول قبل بس أتكامل خصوصا أنه هنا تحديدا شفنا أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاس كابتل خطيب خد الناس كلها وراحوا ظهروا كابتل حسين لبيب نفس الكلام وبالتالي هنا برقية التهنيئة من الأهلي للزمالك برقية التهنيئة من الزمالك للأهلي ما شوفناش الحاجات دي بقانا كتير على الرغم من ده أيامي وأيامك كانت هي الطبيعية طبيعية خد بالك هوحنا أنا أقول لك الحاجة ولكن جاد فترة بس عشان لازم أقول جاد فترة في النص هي اللي غير طبيعية صحيح وإحنا المفروض أن إحنا كده رجعنا للشكل الطبيعي فمش عايزين حد يعاكن الجنية يعاكن الجنية دي لكن الجماهير أنا بشوف أنا دي وجهة نظري برضو معرفش رأيك إيه أنا بشوف أن دايما الجماهير حقها تقولي ليها عايزين حقيقي جماهير الأهلي وجماهير الزمالك يعني جماهير الأهلي تقول ليها عايزين وجماهير الزمالك تقول ليها عايزين هم بينهم بعض جماهير ولكن الكلمة مسئولية حقيقي لا تعليق على الجمهور ليه لا تعليق على الجمهور أنت بتلعب ماتش النهاردة صح؟ الجمهور بتاعك بيشجعك ممكن يجتمع كنت في مال يعني يعني ينتقل يزوم عليك ينتقل يجتمع من كتر ضغط وحبناك عايز تكسب فبالتالي ممكن ينتقدك في بعض أو يلومك أو يزوم عليك زي بلغة الكرة وبعدين على فكرة ترجعك تجيب جون تلاقي الجمهور كله بيهيس ويسقف ويشجع الله يعملتش غيره فده طبيعي بتاع الجمهور فالنهاردة لا لوم على الجمهور في الحتة دي أنا دائما في الحتة دي أقول إن الجمهور هو من يضعك في سبع سمة فمن حقه يعمل اللي هو عايزه طبعا فمن هذا الأساس أنا بقولك إنت ما ينفعش تقولي على الجمهور لا ما ينفعش أصلا كمان طبعا أنت طالع النهاردة بتجيب فلان فيتكلم عن إليه داد 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 وبعدين إيه تجيبه واحد تكلم عن الزمالك وتقوله الجمهور اللي لا ما تسمعش كلامه لا إزاي لا ما تتفعلش معاه لا ما ينفعش ما تفعلش معاه ما ينفعش تيجي تقولي أصلاحنا النهاردة عايزين يعني رياضة مصرية حلوة جميلة لطيفة جدا تباب بدون أي لا ما ينفعش الكلام ده طبعا أنت النهاردة تقولي عليك أن أنت رايح لما تقوليك أنت جاي وبعدين أكيد اللعيب يعني برضو يعني حيقول حاجة من الحاجات هيقول موقف من الموقف حصلت وقد تكون حقيقية يعني أنا النهاردة أنا ياسف معلش رسيم بعض اللعيبة أنا مثلا كنت بلع في الزمالك مثلا أو بلع في الأهلي وانتقلت للزمالك فيجي سأل أنت الأهلي لا والله الزمالك أحسن طب طبعا أقولي زمالك أحسن انت فهين لو أنا بلع في الزمالك في الوقت الحالي يعني أنا يعني هروح أقولي الأهلي أحسن وأنا أقولي الزمالك أحسن والعكس يعني أنه نهاردة بتلع في الأهلي تمام؟ وكنت بتلع في الزمالك في مساء طبيعي جدا هقول الأهلي نادي كبير ونادي عريقه طبيعي جدا أنت ليه عايز تخرج اللعيب من حتة أنه هو النهاردة ومليون في الماء هقول هذا الكلام أه طبعا أصبح النهاردة بلعب في منظومة وبيحترمها لأنه هو ما كانش عنده الرغبة فيها ليه؟ ليه عايز توصل الحتة دي فالنهاردة أما لما يعمل كده هيخلي بقى الجمهور قاعد بره هو خلاص منتظر الجمهور سيقفل لا بالعكس الجمهور هيطلع يتكلم ويلوم ويعيب ويحكي في مواضيع وتبقى مادة للإصارة ومادة طولة جدا جدا في توقيت أنت محتاج فيه دلوقتي سابورت المنتخب مصر أنا بكلم عن التوقيت برضه من حقك أنت تتمل أنت عايزه من حقك أنت كجابتن إسلام مثلا عايز تعلم البرنامج تاعك فتجيب فلان وفلان 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 ورئيس مجلس الدراءة للتحاد ورئيس النادي الآلي ورئيس نادي الزمالك ودي كل اللي أنت عايزين وفيه توقيت صح توقيت مصبوط لكن أنت فيه لغة في المنتخب فيك علامات استفهام على وجود بعض اللعيبة المحترفين فيه علامات استفهام على اختيارات بعض اللعيبة للمدير الفني وانت النهاردة بتعمل إشكالية مختلفة لأننا عايز أسأل ولا خلي موضوع المنتخب كله مع بعض خليه مع بعض خليه في الآخر كله مع بعض فانت النهاردة بتعمل إشكالية أساسا قبل ما تخش على حتة المنتخب الناس بتخلص مين النهاردة في الشارع ما بيفكرش مين هيطلع النهاردة في تلفزيون الكلمة جماعة مين النهاردة هيستضيف مين النهاردة جماعة وسايب قصة المنتخب على جنبه وما فيش أي حاجة مش هكذا بتكلمه وسايب اللي يدرب يقلب فين منتخب مصر مباراة مصرية بعد ثلاثة أيام نهاردة ثلاثة مباراة مصرية بعد ثلاثة أيام فين السابورت في الحتة دي اه فضل ثلاثة واربعة والمطش الخميس انت ما عندكش وقت الطبيعي جدا انه من ساعة اعلان القيمة بتاعت المنتخب خلاص اللي هيكلم في القيمة هيكلم في القيمة هيقولك اوكي الاختيارات جايدة ها الاختيارات كويسة الاختيارات أنا شايف المطش صعب شايف المطش سهل شايف الكابت حسابه اختاراته جايدة ولا وبعد كده يقولك اوكي انت سابورت بشكل كبير لمنتخب مصر حقيقي لكن الى الآن احنا كلنا منتظرين مين هتكلم عن الاهلي ومين هتكلم عن الزمان النهاردة بتجي لنا فيديوهات فلان قال عن الاهلي مش عارف فلان قال عن الزمان مش عارف مش ليس هذا التوقيد مش في التوقيد ده يعني انت بس الفارق او القصة بالنسبالك او الموضوع بالنسبالك هو التوقيت طبعا. فقط لغير. بص. لكن الكلمة زي ما انت بتقول يا اسلام مهمة جدا. مسؤولية. اه طبعا. وانا كلعيب كرة. لو انا مش عارف اتكلم. ما طلعش اتكلم. لو انا مش عارف اتكلم. لو انا هبقى محرج. تمام من الاسئلة. ما طلعش اتكلم. مهما كانت الاغرارة المادية. تمام. ولو انا كلعيب. اخد بالك. عشان برضو لعيبت الكرة. انت الموضوع يا جماعة. على فكرة. الموضوع صعب جدا. لان الحاجات دي يخد لك مسجلة على الهواء. انت النهاردة بتطلع هتقول انا. والله انا كنت. او كنت مثلا. انا قلت. التصريح الفلان لفلاني من سنتين. لما الناس فاكرة على فكرة التصريح. وفاكرة انت قلت ايه. وتيجي النهاردة تين في التصريح ده. فالكلام ده. محفوظ في ذاكرة الناس. ومحفوظ في ازهان الناس. فمش هتدي التغير من الحقيقة في شيء. بالعكس. ده انت هيبان عليك. ان انت. مش هزول بتكذب يعني. بس بتغير. بتغير كلامك. بتغير مفاهيمك. تمام. فده كلام مش صح. فلعيب تقول يا جماعة بتحت. لازم كل واحد هو خارج. وهو طالع يتكلم. يبقى. يطلع يتكلم بشكل لائق. لانه برضه وعنده انتماء. عنده انتماء لنادي كبير عريق. انا انا نهاردة ممكن اطلع اتكلم. عفويا. عفويا. عمل مشاكل كتيرة جدا في قط اللبس عندي. في الالية او في الزمالك او في اي مكان. تمام. فالنهاردة مهم جدا ان لعيب تقول يا هتتكلم بشكل موضوعي محترم جدا. ما يضرش بيك ولا ابن ديك. ما طلعش تتكلم. الفكرة مش فكرة انك هتاخد ك لان انت معنا ديك هتاخد اكتر بكتير جدا من اللي انت مهما كانت مهما كان الموضوع. لان انا بشوف ان حب الجمهور بالنسبة لي وبالنسبة لك وبالنسبة لأي حد لعب في نادي كبير. بتبقى بالنسبة له. حب الناس ده طول ما هو انت. يعني انا الواحد انا عندي خمسين سنة. انا مبطل بقالي او يعني 47-48 سنة داخل في الخمسين. اكتر حاجة الواحد عارفها في حياته او بيحبها في حياته هي ان انت طول ما انت ماشي الناس بتتكلم بتسلم عليك وبتقولك ا influح نعبك احنا كزا احنا كزا. وده اللي انا بقوله. يعني مبالح كابت الخطيب هو بيتكلم في تكريمه لفريق سيدات اليد. والنهارده في تكريمه لفريق سيدات السلة والطائرة. كلم أليه. قال يا جماعة احنا كسبنا اربع بطولات احنا عندنا خمس بطولات كسبنا اربع واخسرنا واحدة. فهو بهنيكوا بقول لكم الف مبروك على البطولات ولكن احنا ليه خسرنا. خسرنا عشان احنا مبالح هو كان يتكلم على مبالح. يعني ادلعنا في بعض الامور اللي خليتنا نخرج من قبل قبل نهائي كاس مصر علشان ما ناخدش كاس مصر في كرة اليد رجال خدي بالك فهو هنا بيقولك ايه انت شكرا وبيشد على ايدك وفي نفس الوقت بيقولك ايه بيقولك ان انت عندك خطأ في الحتة دي مش عايزين ندلع تاني عايزين ناخد الخمس بطولات اللي هما الاهم اه بس خد بالك ده مش كل الانديها بتعمل كده لا مش كل الانديها بتعمل كده انا بقولك نادي الاهلي الليه الاندي الاهلي ان الاندي الاهلي هو نادي يبني على البطولات تمام صحيح المبادئ حياته انت سراء المبادئ البطولات رقم اتنين بالنسبة له انجازات صحيح تمام يعني ايه البطولات بالنسبة له يعني انا الاندي الاهلي مش هيفرح بان هو يخد كاس مصر او يخد بطولة ويقعد يسقف تمام في اي لعبة طبعا في اي لعبة طبعا بتكلم يعني سوزك في السلة في الطائرة في اي لعبة يغب بطوله يغسر 2-3 ويبقى بالنسبة له عمل إنجاز مش بطوله Heeya النادي الأهلي ما يقدمه من احترافية وكلام ده مش أنا بس الواحد اللي بقوله عشان بس أنا بطولة الأهلي أو أنا منتمن للنادي الأهلي الكلام ده كل العالم يعرف كل العالم العربي وإفريقيا كلها تعرف الكلام ده كله أن النادي الأهلي عنده القدرات والإمكانيات تمام في أن يحصد كل البطولات النادي الأهلي عنده المقاومات تمام وعنده الانضباط وعنده ال casa اللي يخليه يغط كل البطولات. فبالتالي انت نقص بطولة بالنسبة للأهلي. أو مثلاً أربعة من خمسة بالنسبة للأهلي. ده في حد ذاته بيعتبروا النادي الأهلي ان ده اخفاق بنسبة عشرة في المية. تمام؟ اخفاق بنسبة عشرة في المية. وانت النهاردة يا إسلام. لو انت خسبت بطولة إفريقيا. اللي قدرها كنت خسرت بطولة إفريقيا. ووصل خمسة فاينل وربعة المتتلين. هل كنت تفرح وتتبسط؟ لا. ما تقول والله إذا احنا عملنا إنجاز ده حمسة وتعزع طبق. بالعكس كنت تعزع طبق. ليه؟ لان انت شايف ان انت النادي الأحق بالبطول. النادي الأكتر شعبية. النادي الأكتر انضباط. النادي أكتر نادي عنده احترافية. أكتر نادي عنده التزام وسيستم. أكتر نادي ممكن يكون ملتزم في حتة المبلغ المادية. أكتر نادي بيدي أرقام جيدة بالنسبة للعيبة. اللي تخليهم دايما. وشوء إعلامي اللي تخلي دايما اللعيب. تمام؟ دايما تحت الضوء. أكتر نادي بيخليك يبقى اسمك براند. تمام؟ يعني ما احترامي لجميع الأندية كلها. لكن العيب في النادي الأهلي قيمته الفنية. مختلف. والقيمة الأدبية مختلفة تماما. تماما. انت النهاردة شفت كم الأعلانات اللي بتيجي لعيب في النادي الأهلي. مقارنة بالفرقة التانية. دا عشان اسم النادي الأهلي يخد بدك هو اللي بيعمل لك الآية لما تخش البطولات لأ تقول لأ أنا فيها أندية تقول لك لو كسبت تمام حلو زلو ما خسرت الحمد لله مش مشكلة لكن اللي يقول لأ أنا عايز ألعب أنا عايز ألعب واكسب أه طبعا وعاوض أصلا يعني وخلي بالك إحنا كان دايما كلامنا للشباب اللي بيل عبداللاتي قول مجموعة اللعبة النجوم اللي موجودة في كل الألعاب في النادي القلي كنت دايما أقول لهم إيه أقول لهم يا جماعة والله الفلوس هتروح وتيجي يعني إيه يعني ما أنا حاخد مكافأات بس هصرفها صحيح على أولادي على صحابي على أخواتي على حتتصرف كده كده الفلوس راحه وجاية لكن البطولات بتفضل دايما معاك لمئة سنة قدام مش لمئة سنة لعشرين مليون سنة قدام هتفضل دايما معروف أن البطولات اللي خدها النادي الأهلي 12 بطولة إسلام خد 3 منهم بيلال خد 4 منهم فبالتالي موجودين في الأسماء في سنة كذا وكذا 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 هتفضل لغاية لما احنا نموت واللي بعدين نموت واللي بعدين نموت في كل الأجيال فدايما البطولات هي اللي بتوديك يعني هو طبعا الكلام هنا حلو جدا في مثل هذه الأمور ولكن برضو عايزين نتكلم فني شوية لأنه إحنا بقنا يعني لو فتحنا في مثل هذه الأمور لن نستطيع أن نعود لأنه زي ما أنت شايف اللي بيحصل حوالينا يدعونا للكلام في هذا الأمر حيّة 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 الموضوع الموضوع خد بالك الموضوع مش بسيط لا مش بسيط خالص ولازم نتكلم فيه ولازم نواجه الموضوع مش بسيطة إسلام واخد بالك إحنا مش عايزين بس أنا نصيحتي برضو لكل الناس يعني مش عايزين المادة طبعا هي الحاكم الأمر الناهي في القصة دي تمام لازم يبقى أنت عارف دورك بشكل كويس خد بالك واللان ديه كمان لازم يقبى ليها دور في الحتة يعني ليها دور في الحتة دي لأن مش كل واحد عنده انضباطه مش كل واحد يعرف يتكلمه مش كل واحد مفوه وأنا غير إسلام أنا ما فعش يشتغل موزيع مثلا هنا احنا مختلفين انت تعرف تتكلم وتقدم وتقول أنا ممكن معرفش أعمل الحتة دي وأنا عرف حل الممكن يبقى إسلام بيعرب بس ممكن أنا أبقى في الحتة دي مواسش كل واحد مختلف عن التاني فبالتالي أنا النهاردة كنادي لازم يبقى كمان عندي في حتة يعني مسيطرة على القصة دي مش رأي حد يطلع الكلم في العلم دي رقم واحد التوقيتات كمان مهمة جدا بالنسبة لك آه أنت بتفرح خط بطولة خط بطولة وبطولة مهمة جدا فمن حق اللعيب أنها تطلع برضو وتتكلم عن نفسها وكده لكن يا جماعة الإنجراف وراء القصة لأن اللي جاي أصعب كتب اللي جاي أصعب كتير فما ينفعش تبقى المادة يا الحاكم الأمر النهي في قصة أنك أنت تطلع في الإعلام أمتى وتطلع تقول إيه تمام لازم يبقى برضو اللعيب نفسه يبقى عنده الثقافة دي أمتى أطلع وأمتى مطلعش وعجبني أكتر في الرد على التصريحات اللي نسبت لي موقف جيد جدا يا دول إن في واحد نخد بالك عارف يعني كابتن فريق بالزبط قيمة قائد الفرق أو قيمة كابتن الفرق كابتن نادي الأهلي كمان طبعا نادي الأهلي طبعا نادي الأهلي الموضوع مختلف يعني فالحاجات دي بتبقى مهمة جدا بتبقى مؤسرة جدا وبتبقى ميسجز كده اللي بقيت اللعيبة لوراك إنت أمتى أتكلم وإمتى أقول إيه تمام يعني إم تطلع برضو إمتى ما طلعش الموضوع ما ينفعش يبقى إيه بتحكمه المادة ده ده يعني ده ملخص كبير دي معوضوع مهمة جدا وحنتكلم فيها كتير سهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى بلال الفترة القادمة بداية إجهاد كبير لإنها دي الأهلي هتقول لي عم التلس هتقول من دلوقتي قبل ما تتكلم هذه هي الحقيقة التسع مباريات في 27 يوم معناها أن كل 3 أيام مباراة بداية من يوم 14 وحتى يوم أعتقد يوم يوم 11 أو 12 سبعة وبالتالي في 27 يوم عندك 9 مباريات وكلهم أصعب من بعض آه طبعا بص العالي وكما العادة يعني هو بص أصبح نصيبك أو قدرك في ظل جدول للدور الممتاز اللي بتحط ده وفي ظل أن أنت بتلعب برضو الدور العام بالشكل اللي ده وفي ظل الترتيب المرات بالشكل ده أن أنت حتمر بحالة صعبة جداً جداً في الدور العام النادي الأهلي أزمته الحقيقية أنه بيقب بطولات أزمته حقيقي يعني الأزمة بتاعتك أن أنت بتاقب بطولة الأزمة بتاعتك أن أنت بتشارك في كاسة لعام الأندية الأزمة بتاعتك أن أنت بتروح تلعب السوبر المصري تمام من مباراتين هي دي أزماتك الحقيقة في الوقت الحالي مش أزماتك حاجة تانية فبالتالي أنت النهاردة رجعتنا لتلات سنين وراء أو سنتين وراء كمان هل النهاردة مهما كان عندك لا مهما كان عندك لعيبة هل هتقدر النهاردة فنيا بدنيا ان انت تواكب الكلام ده اتمنى النادي هل يقدر يعمل الكلام اتمنى واتمنى البطولة ما تكونش موجهة يعني مع احترامي للجميع يعني عندي احساس ان البطولة الدوري العام المصري بتتزقف اتجاه معين عندي احساس يعني تمام مش ماينفعش يا جماعة ان البطولة تبقى بالشكل ده تمام انا خلاص ادي الالف فرصته والسنة الجاية اعمل بقى دوري من مجموعتين او دوري من دور واحد وابتدي واعمل والسيزون يخلص في شهر خمسة اللي جاي او اخر خمسة اللي جاي تمام ونبتدي دوري برضو بشكل محترم بشكل منتظم بشكل جاي لكن كون ان انت بتلاعب النادي الالف بالشكل ده تديله سبع متشاة كل 72 ساعة مبارا تب النهار ده اللي عيبة اللي هتتصحب به مين هيتحمل العقود الضخمة اللي عند الالعيبة النادي مين هيتحمل لوحد يقعد نهار ده مثلا يقعد 6 شهور المصاب او يقعد 4 شهور المصاب او 3 شهور مصاب ما تستفيدش به او يقعد pillux سنة مصاب ما تستفيدش به انت السنة اللي قبل اللي فاتت كان عندك كم اصابات رهبة جدا تب يا جماعة مين هيتحمل الكلام ده الخساري المادional وخساري المعنوية وصارت مثلا لخاطة ده لو خسرت بطولة الدورة مين هتحمل كلام ده كلام ده لازم يفيه ناس مسؤول عنه كلام ده لازم يعني يتم توجيه الأسئلة لربطة الأندية أو للتحدي كورسة بس هيقولك ده دي لايحة وانت موافق عليها من أول السنة انت تلعب كل ثلاث يام مباراة بعد وصولك لنهائي وبعدين هو فيش حد في العالم انت النهاردة حتى البوكسين جيز بتاع الدورة الإنجليزي انت بتلعب 4-5 متشات بتلعبهم تك تك واربعد كل 48 ساعة متش وشكرا وبتلعب كل اسبوع متش انما النهاردة هتخش دور عام هلعب السبت والعب الثلاث والعب الجمعة والعب الاثنين والعب الخميس طب من في العالم والكلام ده هستمر كام هستمر شهرين أو شهر ونص من في العالم يتحمل الكلام ده من مدرب في العالم هيجي كل متش مثلا يحط يحط 6-7 العيبة وغير 7 تانيين ونحط 5 تانيين وفي الآخر تيجي طلبه وبعدين انت كلا محلل تقوله انت عملت معي لأيه وتيجي احنا انطلبه ونقوله انت ما يخدش البطولة ليه هيقولك البطولة ايه أنا هاخد يخلص على العيبة اللي موجودة دي ويتعوروا ويتصابوا وتفقد القيمة المادية بتاعتهم من قيمة المعنوية القيمة المعنوية بتاعتهم يا ام خلاص يبقى انت ما تسأليش على دور عام أو ما تسأليش على طولة أو ما تسأليش على انتصارات متتالية ما هو يا كده يا كده فما فيش في العالم كله اللي بيحصل في الدور المصري ده مقط الدور شوية الدور الجديد تلعبه من دور واحد عشان وبعدين تبتدي السنة اللي بعدها لا بس ده محتاج غير ان احنا نتناقش فيه دلوقتي محتاج ان انت تاخد موافقة على الاقل ال 18 نادي اللي انت حتقول لهم ان انت عايز تلعب دوري من دور واحد تقالي معظم الاندية كل نادي عنده سبونسرز بتاعه نادي الاهلي مثلا عنده اكتر من 7 تبالية سبونسرز نادي الزمالك نادي الاسماعيلي كل الاندية ماشي طبعا هل انت تلاحم الدوري بالشكل ده هل مفيد لكرة القدم المصري لا طبعا ما حدش بيقول انها مفيد ولكن كيفية التغلب على هذا الامر هل مفيد انت بالنسبة لك كنادي اهلي لا نادي الاهلي هو اكتر المضرورين في هذا الامر طبعا هو انت السنة اللي قبل اللي فاتت واللي قبلها انت خسرت الدور اللي عام ازاي كده بنفس الطريقة دي كمان تعمل روتيشن طبعا حالة مش معنى ان انا بقناقش الكابتل بلالي ان انا موافق على هذا الكلام ولكن انا بقناقشه لانه ده انا نقشت كتير من اعضاء اتحاد الكرة القدم مرابطة وكلمنا في هذا الامر لما اجا يتكلم اقولك يا كابتل ما هو لو النادي الاهلي ما كانش اللي وصل ونادي اكسل اللي وصل موقعنا هيحصل فيه كده وصل فيه ناقي ناقي افريقيا طب ما هو بقى ما هو زمالك لاب هل زمالك يلعب تسعى ماتشات متتالية لا طب هل عدد الماتشات ما بين الاهلي والزمالك زي بعض لا طبعا لا طبعا انت هتلعب تسعى ماتشات متتالية وربعة هل زمالك يلعب تسعى ماتشات متتالية وربعة اكيد لا مستحيل ما هو خد بالك انت النادي الاهلي راح لعيب كاس عامل اندي فاخد فتر لا فيه حتتين فيه فيه وراح لعيب السوبر ودور السوبر اه السوبر المحلي ودور السوبر وديه محل سوبرالفريقي فيها خط فاطر للسوبرالفريقي الدورالفريقي فخط فاطر ما كانش عنده رحوات ولا مكانش مريح وستوجيه السانه بتاعهاية يتبقى اقل رئيس هتتلاعب ماتشى عن concentration تقوم isolated مجمعه ولو كسبت تتعب براية تانية وانه التلعب مع بطل أوروبا إن شاء الله بإذن الله وكمان أعتقد ما فيش السوبر الأفريقي السنة الجاي أعتقد أنهما لغوا بطولة السوبر الأفريقي لسه لم يتم تحديد الأمر ولكن اللي أنا فاهمه أنه غالباً حيثاتهم البطولات لكن أنت في السنة دي السنة تقلص إمتى لا يلاب كماتش تقريباً 15 ماتش وهيلعب 9 هيخلص 10-7 طب وال9 تانين خلصهم بعد 10 سنة نص تمانية هيخلصهم إمتى تاني هتضطر تعمل برمو هيتعمل نفس الموضوع هترجع لنفس قصة إنك هتلعب برضو ولسه عندك أس مصر خطبالك ما تلعبش لا ما تلعبش وعندك بطولة إفريقي هتلعب الدور التاميدي ده الدور التاميديية جاية آه تمانية أو تمانية يعني أول تمانية هتلعب الدور التاميدي فأنت كمان هتأجل الدور العام فأتخلص إمتى أنت هتخلص خلص الدور السنة دي كمان سنتين هتخلص والناس في أوروبا بتعمل اللي هو الرحل ما بين أنت لو ما كان كولر في مثل هذا التوقيت تدت للعابين أسبوع وهو كان مصمم على هذا الأمر حتى فيما يخص للعابين اللي راحوا للمنتقب الوطني هو كان مصمم وكت نقطة الخلاف ما بينه وما بين كابتل حسام إنه كولر عايز يدي لعيبه وقت رح وقت رحة ممكنة وبالتالي بعد أسبوع راح وعودة الأهل للتدريبات كيف تقيم الأمر خلال المرحلة القادمة بس شيء جاي طبعا يبقى عندك رحات بس أنت كام واحد في المنتقب مصر كتير 10-11 دلوقتي أنت تقريبا تتيم كله يعني الفرقة كلها يعني معظم اللعيبة بالزبط معظم 80% من اللعيبة أو 70% من اللعيبة اللي بتلعب بشكل أساسي في منتقب مصر فالنهاردة مش هتستفيد من الروحات بالعكس لمنتقب مصر يلعب ماتشين برضو وراء بعض وهترجع تلعب بطولة الدور العام مرة تانية هم 15 فبالتالي أعتقد أنت يعني غير مستفيد من قصة الرحات صحيح بشكل عام يعني أنت آه ممكن تستخدم بعض اللعبين تمام في التدوير اللي ممكن يكونوا ما راحوش منتخب مصر يعني ممكن ده ما في المية على فكرة 5-6 لعيبة مثلا أو 7 لعيبة مثلا ممكن تستخدمهم تدور بقى فيهم مع لعيبة اللي راحت منتخب مصر لكن أنت الكم الأكبر من اللعيبة الأساسية عندك هما بلعبوا في المنتخب في الوقت الحالي فبالتالي مش هستفيدوا من الروحات اللي انت ادتها كمدير فني وبعدين راحين في ضغط أكبر وبعدين في صفر تاني وهترجع عامل الصفر من غني يا بساة وتلعب بطولة الدور العام وتبتدي فانت النهار دا انت ككولر يعني أكيد الراجل بيدرب أخماس في أسداس يعني مش عارف حيدير الموضوع بقى نشكل تمام حال يعني حيغير حيثبت التشكيل مهم انك تثبت في بعض الأقوات لكن مش هستفيد تثبت طول الوقت لأن انت النهار دا ممكن نلعب النهار دا السبت ولعب التلات بنفس الفرقة تمام مع تغيير بعض يعني عنصرين لكن هتلعب السبت اللي بعديه ازاي بنفس اللعيبة استحالة طبعا استحالة هتعرض للعيبة للإصابات وبالتالي تخسر اللعيب على مدى بعيد فهتحاول انت تتقلل هتحاول تقلل من كامل مباراة لتدل اللعيبة فده يبقى على المستقل الفني بتاعك سيحصل مشكلة كبيرة جدا جدا للمدير الفني يعني نتمنى نتمنى ان مستر كولر الحتة دي يقدر يوازن فيها بس انا ما اعتقدش ان بالشكل دا وبالطريقة دي يعني ممكن الامور تمشي بشكل متميز نتمنى كل التوفير اللي لدلالي في هذا الامر خلينا نروح بقى نتكلم عن المنتخب الوطني ونشوف اخر الساعدات المنتخبة للوطني في هذا التقرير ونرجع نكمل مع كابتن بليل سعيا لمواصلة سلسلة لا خسارة امام نظيره البوركيني وطمعا في قطع خطوة كبيرة نحو الحصول على تأشيرة التأهل للمونديال يواصل منتخبنا الوطني تحضيراته في معسكره التدريبي على استاذ القاهرة لمواجهة نظيره البوركيني يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم انتظم 26 لاعبا في معسكر المنتخب على رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي تحت قيادة المدير الفني الكابتن حسام حسن الذي يسعى لقيادة الفراعنة لتحقيق الفوز وحظ النقاط الثلاث لمواصلة تصدر المجموعة يأتي ذلك وسط أجواء إيجابية من الجميع خاصة أن التجمع فرصة مناسبة لزيادة الانسجام والترابط بين الجهاز الفني واللاعبين وكذلك إدخالهم في أجواء المنافسة الدولية ويخوض لاعب المنتخب تدريباتهم الفنية والبدنية بجدية وحماسة وفق الخطة التي وضعها الجهاز الفني الذي يسعى لرفع معدل اللياقة البدنية لللاعبين إلى جانب التدريبات التكتيكية والفنية كما يحرص الكادر على عقد اجتماعات يومية مع اللاعبين لشرح التدريبات والوقوف على بعض الجوانب الفنية التي تخص المباريات المقبلة والوقوف أيضا على جاهزية اللاعبين وخلال التدريبات خضع أحمد فتوح لعب منتخبنا الوطني لإشاعات تحت إشراف محمد أبو العلا طبيب المنتخب بعد تعرضه لإصابة بالكاحل خلال التدريبات يوم أمس وأثبتت إصابته في أربطة الكاحل وبالتالي سيصعب لحاقه بمبارتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي السادس والعاشر من الشهر الحالي في التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026 طيب المنتخبنا الوطني ومبارتين مهمين جدا زي ما كنا بنتكلم في بداية الكلام ولكن خليني أخذ بآخر خبر النهاردة وأسعد أعتقد كثير من المصريين إلا ما يكن كل المصريين لأنه كان هناك إجماع كبير جدا على أن عدم اختيار عمر كمال منذ بداية القائمة أو قائمة منذ بداية السعاء قائمة المنتخب أعتقد كان عامل غضب شديد لكل الناس مش للأهلوية فقط ولكن لكل الناس دلوقتي كابتل حسام حسن الحقيقة اللي أنا بهنيه وبأحييه على ممكن كان مدارد تاني يكابر يعاند يعمل أي حاجة ولكن اختياره لعمر كمال في هذا التوقيت أعتقد اختيار جايد اختيار جايد بس ليه كابر وليه يعاند أنت هي مصلحة مش مصلحة شخصية أو يعني ممكن ممكن في ناس توديها لهذا الاتجاه مداربين يشتغلوا بهذا الشكل ممكن وانت عارف آه طبعا عارف جدا عارف تمام يعني متأكد مش بس عارف يعني أن في مدارب يقول لك لك أنا مش محتاج خاصة نخد بالك أن ده مش مش المكان الطبيعي بتاع أمر كمان يعني هو يلعب بالزبط كده فممكن يقول لك لا طبعا أنا أضمه ليه طبعا أنا مش محتاجه بالنسبة لي مش خائبة مفيد لما بلعبش لفت باك فأنا مش هديبه تمام؟ أو شوك شمال لكن النهاردة كون أنه هو يبقى موجود ده معنان أن كولر لما حطه في الحتة دي كان محسن لاختياره النهاردة أنا لما أنا مدير فني منتخب يعني أقرر أن أنا أستاذي العيبة عشان يلعب أساسي عندي في المكان ده بناء على أنه كان لعب في الحتة دي مع النادي الأهلي قبل كده فبالتالي أعتقد أن الأهلي كان صائب أو كان كولر صائب في الحتة دي فمش هقول تحية لحسن حسن لكن هو بقول إنقاذ لنفسه أنا النهاردة أنا واخد لعيب يفيدني مش واخد لعيب يعني عنوة يعني واخد لعيب مثلا بصالح به للجمهورة عشان أسأفلي في الأول وفي الآخر أنا في الآخر لو اتغلبت لقادرة كمنتخب مصر أو خرجت ما أقول ما هو مين يبقى حيلام هو رقم واحد من مدير الفني رقم واحد حسن حسن فبالتالي اختياراته لازم تبقى مش عايز أقول مرضية لأنك أنت مشترضي كل الناس في الاختيارات ولكن اختارته صائبة مية في المية مية في المية أو أكثر من مية في المية أنا كمدير فني منتخب القماشة عندي كبيرة القماشة عندي كتير عكس النادي النادي أنت مرتبط بعدد 32-32 لعيب 28-26 على حسب القيمة مينو على حسب اللعيبة الجاهزة بالنسبة لك لكن أنت كمدير فني منتخب عندك اختيارات كتير عندك محترفين عندك لعيبة محلية عندك لعيبة منتخب الأولمبي عندك القماشة بتاعتك تقدر تفردها وتخرج منها 11 لعيب أو 18 لعيب يكونوا أفضل 18 بالنسبة لك تتبعض الاختيارات لو حسام حسن يعني من وجهة نظر الشخصية ما كانتش صائبة من وجهة نظر الشخصية أنا كمان في بعض التصريحات كمان لو حسام حسن لم يحلف التوفيق قبل أو بعد ما قبل البطولة على طول مباشرة لا قبل تولي المنتخب لا بعد تولي المنتخب التصريحات المؤخرة غير موفقة على الإطلاق أنا كمدير فاني طالع يعني أنا النهاردة ما عليش أنا آسف عسن هو حسن حسن كان بدار فين قبل كده في مصر في هولندا بلجيكا دور انجليزي بدار في الدور المصر صح يعني حافظ اللعيبة دي كلها يعني عارف يعني لاب قصاد اللعيبة دي كلها آه تبتقصد لما قال إن ما فيش ده بنت جاي تمسك المنتخب وقلت إن أنا هعمل وهسوي وهزبط ويعني وطلع لسو ما طالعنا في هذا الكلام يعني برضو أنا عارف إن هو قال وكل حاجة ولكن هو طلع نفع هذا الكلام يعني أنفي في الواجب الأعلابي لازم يخليني أقول هذا الكلام ماشي هو طالعنا بس الكلام ده حصل وكلنا عارفين إن الكلام ده حصل تمام؟ يعني أنا أنا إزاي قبل أنا النهاردة لو أنا شايف إن المهمة صعبة بالنسباني خلاص أنا أرفع عيد يا جماعة في التوقيت الحالي مش هقدر أقود المنتخب أو مش هقدر أمسك المنتخب لكن النهاردة طب أنت ليه بتعمل جاب بالتصريحات ما بينك وبين اللعيبة لأمان أنا بقى لعيب محلي النهاردة ويجي لعيب محلي النهاردة ومكسر الدنيا في الدوري لعب مثلا يعني ويجي مدير فاني إيه لك إيه اللعيبة المحلية كلما ينفعش حدي في المعام المصر هزعل حدايق هأحبط على الآن هقول لك مش جاي صح فهم أصلي أو لما هروح المنتخب بس خلي بالأخير المنتخب مش متخب حسام حسن هو منتخب مصر آه بس مين اللي بيقود؟ حسام أنت راجل لعشارة المدربين كتير في المنتخب مصر صح وعشارة المدربين لهم وجهات نظر مختلفة وعارف إن وجهة نظر المدرب بتأثر على اللعيب نفسيا طبعا فالنهاردة الكلام ويسا كنا بنتكلم شوية آه ولكن اللي خليني أقولي إن كابتن حسام يعني ابتدى يغير من منهجه عودة عمر كمان وجهة نظر ماشي حلو حلو وجهة نظر كويسة خد بالك وإنك ترجع للحقائق وترجع للصح دي بداية التغيير الجاية بربو عليك من وجهة نظر يعني حلو خلاص أنا النهاردة رقم واحد في الآخر أنا عايز مصلحة بلدي رقم واحد بعد ما اتكلم نفع مع إنه اتكلم بس نفع ده معناه إيه؟ إن أنا غلط تمام إن أنا غلط أنا جماعة غلط تمام؟ فأنا بقول إن أنا غلط أو يعني بس مش هقول إن أنا غلط مش هقول إن أنا غلط بس أنا أعتذر تمام؟ بش ها يعني بعتذر تاني حاجة طب أنا أسأت الاختيار في الحيطة دي وكان فيه لعيب يستحق طب أنا لعيب اللي يستحق دي خلاص أنا أجيبه تاني تمام؟ فدي وجهة نظر تانية جيدة اللي بنشوفه مؤشرات جاية آه طبعا المؤشرات جاية اللي بنشوفه في التعامل مع صلاح واللي بينشر والدحك والكلام وإن هو بيحاول يحتوي آه ده يعني أحايبان بعدين مش دلوقتي برضو مؤشر جايد جايد أنا بيشوف أنهم اللعبين جايدين حلو إحنا اتفرجنا على المنتخب مصر في المتشاة البطولة الوهدية اللي تلعبت بغض النظر إذا كان مديل الفني جاي آه بقاله فترة أو جاي بقاله مدة صغيرة أو مدة طولة ولكن مديل الفني دايما المنتخب هو بيلعب على الأفكار تمام؟ هو ما عندوش الوقت الكبير جدا يفضل يعدل ويحط لا هو عنده مجموعة لعيب المفترض أنية بتكون جاهزة هو بيوظف كل لعيب وهو بيحط تاكتك يخلي الناس تتشغل عليه والكلام ده خلال 3-4 تيام مش خلال سنة يعني مش هنرجع لعيب الجاهر اللي أرحمه كابت الجهري ونحط اللعب يتمرن سنة عشان يروح يلعب كاسر العالم مفيش كلام مش يحصل فبالتالي عشان بس قسر لأن الكلام ده إيه أنا عايزي لعيب أسبوع عايزي لعيب 10 تيام عايزي لعيب كلام ده المنتخبات كلها في عرف في العالم كله إنك بتروح قابلها مثلاً بـ 72 ساعة لو مباراة مهمة لو معسكر كبير بتروح قابلها بـ 14 يوم أو 10 تيام حاجة زي كده تمام؟ فمفيش حتة إن أنا هاخد اللعيب أحفظه الحفظه دي مش موجودة المدير اللعيب في النادي بيحفظ أنت النهاردة بس لكن المنتخب بيحفظ من الفيديوهات بالزبط وخد بالك أنت بتشتغل عليه بس بعض التوجيئ لأنه النهاردة جايب باكرايت أو جايب باكليفت أو جايب لعب ميت فيلدر بيلعب في النادي بالو 100 ماتش هتحفظه إيه أنت بس بتقوله إيه طب بص إحنا نزيد لا مش هنزيد طب هنقعب في الحتة دي طب هنغطي في الحتة دي حاجات بسيطة جداً 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 شايف متخب بصر إزاي بتشكيل يبدأ إزاي في مباراة تبدو مش تبدو هي الأهم آه طبع في خلال هذه الفترة بص يعني يعني شنوه شبير مين عواد أعتقد أو مهدي شوفه أقول لك على الحاجة يعني الموضوع من وجهة نظر الشخصية يعني طبعاً الشنوه حرس عنده قيمة كبيرة جداً ولكن في الوقت الحالي الأجهز شبير وبدنياً ممكن يكون مصطفى شبير الأجهز فنياً أنت تقول شبير يمين بالظبط يمين يلعب يعني هاني هيلعب يمين ما فيش هاني هيلعب يمين هيلعب عبد المنعم ورامي ورامي ربيعة هم برضو الأجهز من وجهة نظر في الوقت الحالي طبعاً شمال هيلعب عمر بإذن يعني خطت فعل دلالأج لا بحرس الملعب بحرس الملعب وسط الملعب أعتقد مروان أو معرفش بص عندك مروان وطارق وإمام عشور تمام؟ مروان وطارق طارق مين لا طارق إيه طارق مش موجود لا أرى بقولك اللعيبة اللي موجودة في مصر في الحتة أنت بكامل معذكر يعني لا يبقى مروان أو عندك كمان إمام عشور في الحتة دي عندك خد أحمد كوكا تمام؟ فأنا مروان وإمام من وجهة نظري هما وأكرم وأكرم توفيق وحمدي فتحي وحمدي فتحي بس أنا شايف مروان وإمام لو هيلعب أربعة اتنين تلاتة واحد مروان وإمام مروان وإمام حلو الأجهز من وجهة نظر الشخصي هيلعب صلاح ومرموش وهيلعب مرموش مصاب تريزي جي تريزي جي نحة نحة شمال أنا وجهة نظر الشخصية يدي مصطفى فتحي في متش كاي د وكابت الحسام عنده مجموعة جيدة جدا من اللاعبية في حتة الرجومية يقدر يعني يختار كيفما يرى أخيراً بس هل هيلعب كده؟ لا مش هيلعب كده أنا بقولك وجهة ناظر يعني هيلعب إزاي؟ لا طبعاً هيرجع بقى للطبيعة للطريقة التقليدية هيلعب بمروان، هيلعب فتحي، هيلعب بإمام عشورة دي الثلاثة الموجودين، وهيلعب بصلاح، وهيلعب بترزيج، وهيلعب بصبحة دي الطريقة التقليدية ليلعب بمنتقى مصر برغم أن أنت بتلعب على وقت محتاج أنك تكسب مصر ممكن يفوز في المطش ده أقرب ممكن ليه لا؟ كم نسب بشوف ممكن يعني أتمنى إن شاء الله تبقى النسب عالي جداً 90 لكن وجهة ناظر الشخصية 60-40 60-40 ليست سيئة على فكرة حلو مش وقحش يعني لو ربنا كرمنا وقدرنا ندوس في هذه المباراة لأن هذه المباراة واحدة من أصعب المباراة العلعابة منتخبنا الوطني خلال هذه الفترة عموماً نتمنى يا رب كل التوفيقنا أنا مشكورة جداً على وجودك معنا وباستمتع دائماً جزيلاً شكراً هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل الأستاذ صدري سراج والأستاذ أمانج البنتو في ديافة البيت الكبير أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين خلوني أرحب ديوف يا ضيوف حضراتكم في هذه الفقرة أستاذ أيمان جيلبرتو زكاً أيمان كابتني مباراك كله تمام أيضاً أستاذ صدري سراج زكاً أستاذ صدري مباراك يا عبي مباراك يا عبي كله تمام بعدين كابتن أيمان انتر كونتنينتل بعد كده آه مناش علاقة الجماعة مش هنسأل حاجة للنهاردة لأيمان غير انتر كونتنينتل هنعمل ليه أيمان في انتر كونتنينتل بقوا خمس فرق دلوقتي هو خلاص هو بقوا واضحين كبان ناقص فرق في أمريكا بس أمريكا الجنوبية لسه شوية لأنهم تقريبا لسه في المجموعات أو لسه خلاصين المجموعات لسه قدومهم كم شهر بس دلوقتي خلاص الأهلي ريال مدريد باتشوكا المكسيكي والعين الإماراتي وأوكلان سيتي صحيح يتبقى فريق واحد فقط أمريكا الجنوبية عموما برضو احنا بنتكلم موضوع لأي المدريد والأهلي واضح أنه هو عامل قصة لبعض الناس أو عرش نمزع على الناس نحن بنقول أهلي وليال مدريد هو مش إحنا بس العالم العالم كله بيقول على فكرة أنشلوتي بيقول كده أنا شايف زميلنا كريم بيتكلم كريم بيتكلم امبارح أو أول امبارح في هذا الأمر أيضا فعموما في كلام كتير جدا ناس كلها الأجانب كلهم بيتكلموا في هذا الأمر مش كلهم ولكن عندما تسأل بتجاوب أن الأهلي هو من يقارن بريال مدريد بالضبط يعني بعيدا عن فكرة أن بيتقال أن الأهلي في أفريقيا أن الأهلي وريال مدريد ده أفريقيا يعني بعيدا عن المصطلح ده اللي بيتقال إعلاميا حتى الصحف البرازيلية قبل كاس العامل عندها دايما لو بتكلم عن نادي الأهلي بتوصفه بريال مدريد أفريقيا لكن بعيدا عن الحتة دي في حاجة زي ما شرحناها برضو بمحاركة كابتالإسلام فكرة النادي الأكثر نجاحا في العالم أو النادي الأكثر تتويجا ده مفيش كاس حضرتك يا كابتالإسلام مفيش كاس اسمه كاس الأكثر تتويجا لا ده لقب أو سلوجن أو أي حاجة ميلا كان حطه في فترة فترة على تشيرت بتاعه وكان مشهور بيه وبيبيع بيه ليه عمي ميلا أنت نادي الأكثر نجاحا نقدر نقول له الناس إيه في حاجة زي ما دي أو للجمهور إيه نقدر نقول له منه لقب نادي القرن ده لقب رسمي طالع من الاتحاد الأفريقي لا يمكن لأي نادي أخر أن يضع هذا اللقب على التيشيرت بتاعه إلا النادي الأهلي فقط بالزبط كده ده الفرق ما بين لقب رسمي ولقب تسويقي تسويقي بالزبط كده أكثر من أي أمر آخر بالزبط كده فهو اللقب ده كل اللي حصل إن النادي الأهلي فيه 2014 من خلال كمان الإعلام الإيطالي اللي هو العكس اللي ضد ميلا وشعبية النادي الأهلي الناس بتاعت تقول إيه ده النادي الأهلي خاد بالمناسبة بطولة الكونفدرالية اللي هي في 2014 أوكي واللي هو وقتها دي كانت بزور رقم 20 لكن لا لا كانت السوبر الأفريقي وقتها كانت السوبر الأفريقي اللي قابليها بتاعت الصفاقسي وإن النادي الأهلي عدى ميلا وابتدى الموضوع ده يتفتح في إيطاليا وابتدى حتى الناس في إيطاليا تقول لك لا ده يا إيه ده البطولات في أفريقيا مختلفة والبطولات في أوروبا وقصة دي لكن في الآخر الناس احترمت فكرة إن هم حطين معايير للسلوجن ده وبالتالي النادي الأهلي قدر بعد كده بعد ما كسب تكون فدرالية وبقى عشرين لقب بقى يستخدم يتداول هذا السلوجن أو هذا الشعار وبيسوق بنادي الأكثر بالضبط النادي الأكثر تدوجه في العالم هو أكثر تدوجه هو فيما معايير الأكثر تدوجه ريال مدريد تلاتين لقب النادي الأهلي ستة وعشرين بعد كده هتلاقي بوكا جونيورز اتنين وعشرين برشلونة عشرين وبالمناسبة برشلونة حطت ثلاث بطولات الناس بتوع تتكلم انت حطتهم ازاك اللي هو ما كسل معارض دول محدش فهم هم محطهم ازاك بس لأنه هو ما فيش حاجة رسمية تقدر تقول تقيس عليها تقيس عليها القصة دي برشلونة عشرين عشرين اندبندنتي بالأرجنتيني عشرين وميلان تمنتاشر طيب انا عايز بقى ايه للناس اللي بتتكلم على المقارنة او بتقولك اتقرنا اوروبا وافريقيا واشمعنا النقط وقصة دي تعال نخش في صورة اللي جاية دي كابتن اسلام والحمد لله انها موجودة كانت في الأرشيف ولسه موجودة ده خبر رسمي نزل في الموقع الرسمي نادي برشلونة في أغسطس 2015 هنستعرضوا دلوقتي الخبر ده ده خبر في موقع الرسمي هم وقتها برشلونة كان بيقولي بيقولي ان احنا تخطينا عدد البطولات القرية في اوروبا اهو بصوا ما بيتكلموا عن الويفا رانكينج للانترناشنال تايتل ترتيب عن دية اوروبا في البطولات القرية وحتى تلاقي في اول برشلونة انتقل انهو بقى النادي الأكت موست سكسسفول كلاب ان ترم اف انترناشنال تروفز ان النادي برشلونة بقى النادي الأكتر نجاحا في اوروبا من خلال معايير البطولات الدولية ومرضان ريال مدريد عند اسي ميلان بالزبط كده فوق فوق وبيكان الوما بقى وصلوا وقتها تسعتاشر لقب عدوا ريال مدريد واسي ميلان والخبر ده كان في اغسطس 2015 تكملت الخبر ده كابتن اسلام وده خبر في موقع الرسمي برشلونة هم بيفتخروا ان هم بقى النادي الأكتر نجاحا في اوروبا في ذلك الوقت تكملت الخبر السورة اللي بعدها بص هنا كملوا ان هم بشرحوا ان هم عدوا ريال مدريد وميلان وفي الليستا دي في ليبر بول وبارني ميونخ ويوفينتوس اللي هم عندهم كان وقتها 11 طيب كان بيبقى في ما يخص العالمية ان هم في ديسمبر وقتها يعني في ديسمبر هم هيعندهم الفرصة ان هم يزودوا لقب كمان من خلال كاس العالم للأندية اللي كان وقتها اعتقد في اليابان عشان يبقوا يتعدلوا مع المستكسفل كلوب ان دي وورلد ان ترم اف انترناشنال تايتلز اللي هو مين الاهلي وحتى هم حطين جدول وقتها بيتكلموا في الوفا كلوبس برشلونة 19 ريال مدريد 18 اسي ميلان 18 مين يا ولاد اللي بيقولي الكلام تا ده برشلونة هم اللي بيقولي مش احنا وقتها وإيه برشلونة وقتها وقارن عادي كونفيدرالية اللي الاهلي خدها باوروبا وقارن دوري أبطال أفريقيا اللي يخدوا بأوروبا هو النحية التانية الفيفا كلابس الاهلي 20 لقب برشلونة 19 ريال مدريد 18 ميلا 18 برشلونة بعد كده خاص ريال مدريد كسب وعدة وريال مدريد بالمناسبة كنادي هم ما بيستخدموش هذا اللقب اللي هو الأكثر نجاح هم ما بيعتبروا صح نادي القرن احنا نادي الأفضل في العالم بس انتشلوتي تقريبا اتكلم عنه في آخر مباراة لأنه مهم ما قال ان احنا استفادنا بان احنا خدنا بطولة تخلينا الأقرب إلى الأكثر تتوجة في العالم بالظبط كده فالنهاردة انت وعلى فكرة بالمناسبة زميلنا براهيم عبد الجواد بعد ما نادي الزمالك توج بالكون في دراليا وكتب ان نادي الزمالك عادل بايرن ميونيخ وليفر بول في الأكثر تتويجا وكان في زملاء صحفين بيطلعوا يتكلموا عن هذا الأمر ان في الحزبة بتاعت الأكثر نجاح النادي الزمالك من خلال تتويجه بالكونفدرالية ووصل لرقم جايد معرفش ليه أول لما تقال ان النادي الأهلي قرب للريال مدريد بعكلم ريال مدريد كسب لأصدر ريال مدريد رجعوا بنتكلف المقارنة دي فيه ناس زعلت أو فيه ناس قعد تقولك الكونفدرالية ودور الأبطال وكاس العالم للأندية فدي قصة باختصار عشان بس احنا ليه بنقول الكلام ده كابتن الإسلام بنوضح لجمهورنا حاجة جميلة جدا ان انت بص انت بتتقارن بمين انت النهاردة بطولاتك القرية دي لما بتكسبها الناس بتبصولها ازاي فلا ايوة احنا نادي الأهلي بيقارن بريال مدريد احنا بنقارن بريال مدريد وانه نحر في الآخر المقارنة مش فنية يعني مش بنتكلم عن انها مقارنة فنية في الآخر كل نادي بيدور على ايه يلمع ويكبر ويتقل البراند بتاعه فهي الموضوع كله موضوع تسويقي بحت لا وده قلنا انه هو احنا في بداية كلامنا انه هذا العمر هو ليس عمر رسمي صحيح او تايتل او فيش كاس يعني هو نجاح انت حققته نجاح انت حققته فبتستغله تسويقي يعني ان ده بيتقل البراند بتاعك وانت بتتفاوض مع السبونسورز بتوعك كل سنة او كل عقد رعاية لما تيجي تقول انا المراتي انا دلوقتي وهو حققلقي بالمناسبة اه وانا دلوقتي دليل انه تقريبا اما اتذكر وقتها ميلان قال لهم طب ان ميلان كان بايع حاجات معينة بهذا اللقب قال طب احنا بس نكمل السنة دي كده والسنة اللي بعد هنقول ان احنا نديل اكثر نجاح في اوروبا فبرشلونة لما عدى هو اللعب على الحتة دي عشان برضو يعني هي كلها حاجات بين الاندية لطيفة والناس يقول لك انا اللي كسبت اكتر وانا اكتر شعيفة يعني احنا مع ريال مدريد احنا مع ريال مدريد اللي مش عاجبه هو حر بس في الاخر يعني هي دي المعايير والمعايير بالمناسبة انت اللي معترض هو كان بيستخدمها حاليا لما هو قرب لاندية تانية هناك بعض يعني فهتلاقي دي المعايير مغلوطة مع النادي الاهلي او المعايير مختلفة مع النادي الاهلي ودائما اللي عايز يبص على انه هو مش بيحب الاهلي هيطلع كل اللي هو عايزه بالمعايير اللي هو عايزها في هذا الاطار دي نرايئة وحلوة زمالك كسبان البطولة الاسمائي الكون فترالية والاهلي كسبان ده والابطال افريقيا وكلام لطيف وكل حاجة ولكن ما تزال الشائعات الخاصة به يعني مجمع متروح تتكلمه على اي نادي غير النادي الاهلي هو ما فيش غير النادي الاهلي زمالك كسبان بالمناسبة برضو روح تتكلمه عن زمالك روح تتكلمه عن الاسمائيلي روح تتكلمه عن البيراميز روح تتكلمه عن اي نادي في مصر شمع أن النادي الاهلي دائما هو اللي دايما ايه اصله مش عارف مين يتخنق مع مين ومين درب مين ومين مسك في اخناق مين ومين عمل ايه ونص الفرقة مشيت خلاص احترف مين. ونص الفرقة مممشي وعبدالقادر مشي ده يعني قال له هذا الكلام. والسا كابتن هيا ليه شقين الشق الاولاني انت الكبير فقدرك انك تكون محطة انظار الجميع وان كل اللي بيحاول يبقى زيك ومش عارف يجرك لمنطقته طالما هو مش عارف يوصلك فتعال انت ناحيتي بقى نخش الخناءة دي مع بعض. ده يعني قلت حيلة من كثيرين منها جزء حتى برضو يعني وانحنا بنتكلم عن موضوع الالقاب انت شايف انت زعلان عشان فيه خناءة ما بين او فيه كلام ان الاهلي وريال مدريد بيتحطوا في جملة مفيدة في سلوجن او لقب شرفي تسويقي تماما في حين انت نفسك لما خسرت لقب نادي القرن فانت رحت تكتب على مطبوعاتك كلها وبتسوى للنادي الاكثر حصدا للالقاب في القرن العشرين. حتش قالك انت بتعمل ايه ما حقيقة انت الاكثر حصدا للالقاب الافريقية في القرن العشرين هو مش لقب انت مش واخده من جهة رسمية لكن شيء بيساعدك تسويقيا رفو عليك انك عملت كده فانت لزعلان ان الاهلي بيدور على انه يكون الاكثر تتويجا بالالقاب القرية على مستوى العالم وانه لما حقق ده في وقت من الاوقات استغلوا تسويقيا واللوقتي بيسعى انه هو يوصل ليه تاني وان الاندية التانية ريال مدريد بيستغل له وهكذا. الحاجة التانية الجزء بتاع لعبت الاهلي واللي ميشي واللي راح واللي جي وفورنا نص الفرقة واحنا اصلا لسه حتى ما خلصناش الدور الاولاني في الدوري. فزي ما قلت لحضرتك جزء من الموضوع انا مش عارف اوصل لك فانا هجرك لمعارك جانبية طالما انا مش عارف ابقى زيك فعال انا احاول اشغلك بحاجة تانية. حاجة تانية ان السوشال ميديا الحقيقة بقى فيها ناس اكل عيشها الكلام يعني كل واحد بقى عنده جورنال بتاعه وعنده قناة بتاعته ببلاش فعايز يعمل محتوى ويلم فولورز ويكسب فلوس. وهيعمل ده ازاي؟ وهو يعني لا ناقة له ولا جمل ولا له حيلة ولا عنده علاقات ولا بتاع بس هو عايز يطلع يفتح الكاميرا او يكتب بوست يلم شوية لايكات يلم شوية فولورز يتحولوا دولارات يكسب فلوس اكل عيش فحاجيب ده منين؟ هاخترع هبدأ ادور بقى مين هيمشي مين هيقعد انا مش عارف اوصل لمعلومة فهبدأ اكتهد بقى الاهلي سمعنا في جورنال مش عارف فين في اي حتة انه هو بيفوض. والجورنال ده ليس له اساس ولايس له وجود اي حاجة الناس بتاخد معلوماتها تخش مثلا على موقع زي ترانسفير ماركت ترانسفير ماركت زي وزي وكيبيديا يعني ما هواش موقع موثوق مية في المية مش موقع تستند عليه في معلوم الناس تخش تلاقي صفقة تقترب يا جماعة احنا اللي يعني الناس احنا اللي بنحط على على ترانسفير ماركت زي وكيبيديا وتلاقيها موجودة تاني او وحصاء وحاجات زي كده مش موجودة تاني او ففي ناس بأكل عشان هي تفتعل او تختلق اخبار حرائة عشان تلم لايكات فتجيب فلوس فاحنا مجرورين للمعركة دي المفروض الناس بقدر تتابع يبقى عندها شوية وعي بالموضوع الخبر لما يكون اكيد حيطلع من مصادره الرسمية فيما عادة كده كل اللي بيتقال ده اجتهادات ربما يكون بعضها صحيح ما فيه ناس بتشتغل وبتسعى وفيه صحفيين محترمين بيحاولوا ويوصلوا المعلومة لكن النسبة بتاعت الناس دي على السوشال ميديا قد ايه السوشال ميديا العدد الاكبر فيها ناس انا دائما نعليش في الامر ده انا ليه ابص للسوشال ميديا سوشال ميديا ليست مكان رسمي اخد منه احصائيات اخد منه كلام كل واحد من حقه انه يقول حتى كان المشكلة ان بعض الاعزميين تحديدا انا ما عنديش مشكلة ليه وما بديش حتى مع الناس كتبين كلام كتير جدا دلوقتي عني انا تحديدا في السوشال ميديا ولكن انا ما بديش عارف لان دي ناس مستخبية ورا حاجة وهما مش عارفين هما بيقولوا ايه وجهت نظري بعض بعض مش كل الناس بعض الناس لكن فيه ناس معروفة طبعا انا عارف صبري مش صبري لكن اي اسم يعني فيه اسماء اصدقاء كتير جدا ولكن فيه البعض بيبقى مستخبي وبيرمي حاجة غرضا فيه امر اخر وفيه لما الاعلام يستند لي يعني دي حقاق يعني دي حقاق اخرى اه وتلاقي مثلا يعني الناس طب فين الناس اللي مفسرات تقوم ده او تطلع بيانات انا لا احب ان انظر دائما للسوشال ميديا انا دايما ننظر للشكل الاعلامي للحلقة نفسها صح بالزبط كده هي موضوع السوشال ميديا مع الناس مقسم انا بشوف ان امر بمرحلتين المرحلة الاولانية ان انت فجأة بقيت بتستخدم حاجة انت بقى عندك جورنال بتاعك ببلاش وبقى عندك قناة بتاعك ببلاش فانت قادر او عندك الابلتي ان انت تطلع تقول رأي عندك الباور ان انت تطلع تقول رأي مع الوقت لان اصحابك هم اللي بيتابعوك فانت كل حاجة بتكتبها اصحابك بيدخول وعملولك لايك بتبدأ تصدق فبتصدق فانا كل حاجة بقولها هي الصحة هي الصحة المطلق المرحلة التانية بقى هي دخول الاعلانات وان الناس تبدأ تاخد ارباح وتكتسب فلوس من السوشال ميديا فما بقاش الموضوع بس واقف عند حتة الرأي وخلاص لا انا محتاج بقى اخبار حرقة عشان الناس تدخل عليها واختبوص فيه ناس لو طلعت اتكلمت وقالت اللي عندها حاجات كتيرة جدا جدا هتأصل فعشان كده انا بقول دايما الكلمة مسئولية صحيح قدام واحد او قدام مليون في الاخر من المفترض ان انت لما عندما تتكلم امام الناس اللي بتتفرج عليك مهما كان عددهم يجب ان تكون مسئول في كلامك تراي ربنا تراي ربنا صحيح لكن هي بقى مرعات ربنا بطريقة واحدة صحيح طيب خليه برضو نرد بشكل او باخر وقل طريقة عملية على حضرك انبراك كنت حناين شوية كنت حناين انا طول عمر حناين وانا مش حناين اتخلي بالك انا مش حناين انا بتتبع اسلوب بطريقة النادي الاهلي صحيح انا عندي اكتر من كده وكتير ونزل الناس بتزعل مني شوية لكن يا جماعة هلا قدها مش هنبقى رد فعلي سريع لان اكون رد فعلي سريع لان انا ممكن ارد كتير جدا جدا واولها ادي رد رد بسيط جدا جدا اتقال النهاردة في الحلقة وردك عن كهرباء يعني ايه هو كهرباء عمل ايه من ساعة مجد نادي الاهلي يعني يعني زي ما حراج قلته احنا برضو هنلتزم ان احنا بنمثل النادي الاهلي وان احنا لما بنرد بنمثل قناة الاهلي باندفع عن لعب 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 ما هو لعب النادي الاهلي يا كابتن اسلام يعني برضو مش محتاجنا دفع عن موضوع بس ليه حق علينا يعني اعتبر ليه حق علينا لان اللي تقال فحقه للامان ايه هو موضوع مش انتقاد حتى في رأي اوفان لا ده موضوع وصل لكلام صعب انه يتقال وكمان فيه مكبرة الناس اللي متابعة ووضح ان فيه مكبرة فتمام فخلينا احنا نرد باسلوبنا وبطريقتنا كابتن اسلام لو حد بيسأل اه بالذكت لو حد بيسأل كاربا عمل ايه اسمعته كابت الخطيب النهاردة امبارح اول امبارح في التكريمات اللي بتتعامل دايما يتكلم عن ايه لو انت الفرقة دخلة في خمس بطولات فهم كذبوا اربعة وخسروا واحدة يقول لهم برافو على اربعة خسرنا الواحدة ليه صح انت كهربا مثلا يعني انت كهربا وحش وانت مش لا لا فيش الكلام ده هو بيتكلم بشكل عام وبيضع ميزان كابت خطيب بيضع ميزان كلنا تنمشي عليه صح السياسة النادي اللي بيعملها مجلس ادارة وبالتالي الكل خلف مجلس ادارة عشان كده دايما الناس تقول لي انت في بع انا يا جماعة بتتبع سياسة النادي الاهلي بالضبط كده فالنهاردة اللي بيسأل كهربا تاريخه ايه او عمل ايه وقت صاير جدا مع النادي الاهلي عمل ممكن الناس في سنوات طويلة في الملاعب ما عملتوش النهاردة لما هنتكلم ان الكهربا في النادي الاهلي لعب 123 مباراة في فترة هو برضو في النادي الاهلي في فترة طلع فيها برا في فترة للأسف كان اتعرض فيها للإيقاف ومش بشكل اساسي طول الوقت وعدد داي اللي بيشارك فيها اقل من المعدلات الطبيعية لا اي مهاجم وما زالك ارقامه كبيرة جدا نستعرض الجدول مع الناس كبتين نتكلم من 103 اه 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 احسن حاجة الارقام انا دايما اقول الارقام لا تجذب ولا تتجمل بالظبط كبت 123 مباراة الراجل مسجل 43 هدف وعمل 16 اسست يعني عدد اجمالي المساهمات هل من الممكن ان احنا نقارن مرة جاية نقارن كهربا مثلا بحد جوه نيد الاهلي حتى او بلاش جوه نيد الاهلي يعني خلينا نقارن كهربا بحد لا احنا ممكن المرة الجاية كبت الاسلام علشان انت ناس تبقى فاهمة لا لا اه ممكن المرة الجاية صح حلو حضرات دي نجيب الجيل الحالي اسهمت ومبرده نعرفها للناس علشان بس ما تبقاش المقنم اتاخده في سكة اهلي وزمالك برده بس انا انا بنتكلم ان ده لعيب في 100 تقريبا 123 مباراة عامل 59 مساهمة تهدفية 23 دول لو اسمناه مع العدد الدقيق ممكن يوصلوا للنص بالمناسبة اه لان هو مش كل المباراة كافية اساسي صحيح في ماتشاط بيلعب فيها دقيقتين وثلاثة وخمسة وعشرة فانت لو حسبتها دقيق 123 دول ممكن ينزلوا للنص فعلا ويبقوا ستين سبعين مباراة فاحنا بنتكلم في ارقام فعلا كبيرة خيالية لا والعدد دام الاهداف انا بقول له حضراتك فيه لعيبة في سنوات اكبر وفي اندايا كبيرة وبتلحب باستمرارية وموجودة وكبات انفرق ما عملتش الرقم ده في عشر اتنشر سنة منتكلم في ايه اربع خمس سنين لكهرباء مع النادي الاهلي او اقل كمان في الدورة كابتل اسلامي 24 هدف وخمسة اسيست في افريقيا عموما 15 هدف وخمسة اسيست كاس مصر 3 اهداف واثنين اسيست السوبر هدف واسيست كاس العام الأنبياء التلاتة دول دول تلاتة اسيست لو نتكلم كمان الجدول اللي بعده القابه مع النادي الاهلي رجل محاق 12 بطولة مع النادي الاهلي كامل عيب في مصر ممكن يكون في نفس التوقيت ده بعيدا عن النادي الاهلي العدد ده من الالقاب بالزبط كده في ناس تاريخها كله بيبقى عشر القاب وبيطلعوا يقولوا احنا عملنا واثنين اتنش بالزبط في الدوري اتنين دوري تلاتة كاس اتنين سوبر اربعة دوري ابطال افريقيا يعني في اندية معها اربعة دوري ابطال افريقيا كهرباء بالزبط في دول معها اربعة ابطال افريقيا السوبر الافريقي واحد غير مديليات كاس العالم الاندية اللي خدها اتنشر بطولة كابتن اسلام فالنهاردة ده معدنيش في البطولات لسه هو الجيل ده خلي بالك البطولتين كمان وهيخش مع الجيل الدهبي في المقارنة الحلوة ممكن بقى وقتاني بقى نعمل المقارنة اكيد كاهلوية طبعا بالزبط فالنهاردة كابتن اسلام اللي شايف ان كهرباء اللعيب مش مشهور او لا كابتن اسلام اللعيب مشهور بيلعب في النادي الاكثر شهرة وشعبية في مصر وافريقيا والوطن العربي والعالم محق بطولات وعامل اهداف يعني من هاردة انت مش بتتكلم عن اللعيب جي سنة او سنتين النادي الاهلي عمل بطولتين ثلاثة ومشي لا تتكلم عن اللعيب صح التاريخ حتى لو فترة قليلة هو عمل تاريخ ساهم في جزء من التاريخ اللي تعمل فالنهاردة الكلام عليه حتى لو انت عايز تنتقد تصريح عايز تنتقد وجهة النظر من حقك لكن ان انت تتهجم عليه وتتهجم عليه بهذا الاسلوب اعتقد ان ده ظلم وانا كنت يعني طبعا بعد اذن حضرتك وانا ده شايف هو من حقه علينا ان احنا نردله غبته انا عايز اقول كلمتين واقفين في زوري بقولوا بس الفكرة في ايه يعني انا مينفعش كاعلامي اطلع عدي زمالي دروس في المهنية وانا بخرج كل قواعد المهنية يعني بستغل برنامج في قناة عامة انا بشتغل فيه موزيع فان انا ادافع عن النادي اللي انا بشتغل فيه متحدث ودي مش مساحة دي مش المساحة المخصصة لده انت مش طالع على قناة النادي طالع في قناة عامة بخلصت بتكلم زميلك وبتعاتب فلان وبتعاتب علان وانت في نفس الحلقة بتهاجم لاعبت مش بس انت وصلت لمرحلة ان انت وطبعا فيديوهات دي بدأت تتشال لا ده احنا وصلنا لمرحلة انا رديت في الرد انبالح اه اه امن بيقولك كذا لكن احنا قلنا ايه ده مش عارف مين في الشرع هيشوفك يعمل فيك ايه وبتاق لن اصدر من حد مين احنا قلنا انبالح لن نكون رد فعل سريع ولكن ممكن جدا نكون رد فعل سريع ولكن لن نكون رد فعل سريع نظرا للعلاقات المحترمة ما بين مجال سريع ده اللي تقال ده كان الرد من ده من وجهة نظري الشخصية وليس من حد قالي انا بتكلم من وجهة نظري الشخصية لن نكون رد فعل سريع وبالتالي شفنا ان بعض الفيديوهات اتشالت لانه الكل او اي انسان مهني سيجد ان ما قيل خلال اليومين اللي فاتوا هو شيء غير صحيح وخاطئ لانه احنا ما ردناش نبالح احنا دعا ايما بكلمتين وبرقمين خلص الموضوع بكلمتين وبرقمين خلص الموضوع وبالتالي لو طلع اتكلم كده تاني ساعتها هيكون رد فعل سريع صحيح ويكون اقوم بغض النظر المنتخب الوطني واصابة احمد فتوح ومحمد حمدي مش موجود انذارين او ثلاث انذارات عمر كمال واستدعائه ومش استدعائه فقط هو الاقرب بنسبة 95% اللي 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 هو طبعا يعني القيمة من اول ما ما اعلن عنها من قبل الجهاز الفني المنتخب مصر ويا كان فيها مشكلة واضحة ترايح باثنين باكليفت واحد اصلا راح معسكر مصب بغض النظر عن الاصابة بتاعت النهاردة مش هي كمان الاصابة اللي هو كان داخل بيها وواحد موقوف المباراة الاولانية اللي هي المباراة الاهم فانت كنت عامل حسابك كابتن حسام على ايه؟ يعني كان طبيعي جدا يكون فيه على الاقل بكشمال ثالث موجود في المعسكر الحاجة التانية ان انت موقفك كان واضح كابتن حسام من عمر كمال في الفترة اللي فاتت واستبعدته في المعسكر الاولاني واستبعدته في المعسكر التاني وكنت بتطلب في المعسكر الاولاني المعسكر التاني ان انت يكون معسكر طويل عشان تقدر تحفظ اللعيب النهاردة استدعاء عمر كمال أنا بشوف أنه هو ضرب الفكرة اللي هو أسسها اللي الكابتن حسين أسسها في فكرة أنه أنا محتاج معسكر طويل عشان أحفظ اللعيب طب هو تستبدأت لعب هيلعب معك بعد يومين لسه رايح المعسكر النهاردة اتمرن معك تمرينتين ويلعب فكرة جيدة وجهة نظر فهي وجهة نظرك يعني ضربت الفكرة اللي أنت عمال بتحارب عليها من أول ما مسكت منتخب مصر وبالتالي احنا نشوف عمر كمال بنسبة 90% هو البكشمال الأساسي على الأقل في مباراة بوركينة فاصل طب ما كمل أول وحتى لو مش عمر كمال يعني حتى لو مش عمر كمال الفكرة في أنك رايح داخل المعسكر باثنين واحد 100% مش موجود في المباراة الأولى والتاني بنسبة 50% على الأقل مش موجود طب ما فيه أكتر من بكشمال موجود في مصر وفيه أكتر من لعب يقدر يقوم بنفس الدور يعني هو استدعى عمر كمال عشان عمر كمال بيقدر يقوم بنفس الدور وفيه بكات ليفت كويسة في الدوري تقدر على الأقل يعني أنا آسف في اللفظ تسد خانة إنما تبقى داخل المعسكر وإنت عندك مواقص في القيمة بالشكل ده ده شيء غريب يعني إحنا أصلا في كاس الأمم اللي فاتت كنا رحيم محمد حمدي وفتوح والاتنين كانوا جاهزين ومع ذلك ما لعبوش كل المباريات وتعرضوا الإصابات فإنت أصلا بالنظر لتاريخهم في البطولات المجمعة اللعبة دي بتتصاب مع توالي المباريات اللي هي الفصل الزمني بينها قصير والمفروض إن دي حاجة بتبقى واضحة للجهاز الفني وعذلك إنت رحت وإنت واخد لتنين منهم واحد أصلا مصاب وواحد موقوف فاستدعاء عمر كمال هو تصحيح لخطأ كان من الواجب ولكنه بداية جيدة أو أعتقد من وجهة نظر هي بداية جيدة كنت أنا وبلال بنتكلم إنها بداية جيدة لما هو قادم من وجهة نظر نتمنى تصحيح لأوضاع ما هو تصحيح خطأ خليني برضو اتكلم عن مباراة بوركينا وهذه المواجهة أنا شايفها صعبة هي مفيش مباراة الفكرة آه مفيش مباراة هلا بس المشكلة أنا ما بحب أنا من وجهة نظر ما بحبش نصعب الأمور ونديها أكبر من حجمها بمعنى التصفيات هذا العام أو في النسخة اللي جاهل كاسة عامل عندها كابتن إسلام أسهل من قبل كده تمام كده كابتن إسلام يعني ما ينفعش نضخم في الأمور لكن طبعا من أخدها بجدية لأن الكرة فيها كل حاجة ولكن ما نقدرش أننا نوصل للناس فكرة أن الأمور صعبة ومحتاجين مش عارف فالفكرة كلها كابتن إسلام أن مباراة بوركينا أصعبة ولكن حتاريخنا مع بوركينا الأمور فيه قلينا عليه حطنا الفضلة سمية ما خسرناش على فكرة لعبناهم تاريخنا سبع مباريات على مدار التاريخ كسنا 14 وطعادلنا 3 وسجلنا 16 ودخل فينا 8 حتى آخر مواجهة رسمية لكاس الأمم كات ركلات ترجيح لوقتها أعتقد كات في 2017 كات ركلات الترجيح نعم يعني دي نتيجنا إجمالا معهم سبع مباراة كسبنا 4 تعادلنا 3 من التعدلات دي فيه أعتقد مباراةين بوركالات الترجيح كسبنا أو مباراة بوركالات الترجيح كسبنا بصا أجلنا 16 هذا فاستقبلنا 8 فالتاريخ معنا حتى التصنيف معنا أنا بعيد حتى لو بوركينا في نسخة الأمم الأفريقية الأخيرة كانت أفضل أداء من منتخب مصر كمنتخب ولكن يبقى أن فيه فوارق وفيه فوارق في التاريخ وفي التصنيف في كل حاجة فلازم ده نحطه في فل ولكن نقول 27 العيب كانت حساب قال أن هما 27 العيب محترف مع بوركين تماما يعني برضو حاجة احترم أكيد ليهم وحاجة تديهم ثقل وهم التصنيف الثاني اللي معنا في المجموعة ولكن أقصد يعني أنت مش معاك جنوب أفريقيا مش معاك مثلا الكاميرو لما في فترة في فترة ممكن تقول في التصنيف لما كانت وقتها المجموعات بتاخد خمسة يعني بيبقى فيه خمس بس فرق من التصنيف الأول وخمس فرق من التصنيف الثاني وكذا أنت باخر معاك فرقة مقبولة أن أنت تقدر تتعامل معاها في مباراة على أرضك كمان بتستفيد أنت معاك ست نقاط فالنهاردة أنت دي مباراة على أرضك تكسبها تسع نقاط تبعد تمام هتروح لغينيا بيساو تلعب المباراة اللي بعدها غينيا بيساو أهو معاهم أربع نقاط لكنه فريق كلنا شفناه في كاسل في الأمم فالنهاردة كابتن إسام مقصود أن كابتن حسام حسن عنده فرصة حلوة أنه لو استغل لهو يدخل التاريخ يبقى من المدربين اللي خاده مصر لكاسل عالم وهو مزنبه أن كاسل عالم بقى تسع ولعب كاسل عالم فهو مزنبه أن الفيفا عد للنظام وخلى 48 منتخب وخلى أفريقيا تسع منتخبات جات له فرصة جميلة فأتمنى أنه يستغلها لأن الفترة اللي فاتت أنا حسيت أنه بيصعب الدنيا على نفسه وبيصعبها علينا والأزمات بتكتر من العدم في أزمات من العدم ولكن فنيا أنا من وجهة نظري فنيا منتخب مصر أقرب كتير يا كابتن بلال المحرك 60% أنا شايف أن لا منتخب بوركينا ممكن نبقى 75% كمان المباراة على أرضنا نبقى 75% أن نكسب مع الجيل الحالي في وجود محمد صلاح في وجود تريزيجي في وجود مصطفى محمد لعبة النادي الأهلي لسه كذبانين دوري أبطال أفريقيا حتى اللعبة المنضمة من نادي الزمالك لسه كذبانين لقفنا إيه الظروف أفضل من كده كابتن إسلام ممكن تتآهل بيها لكاس العالم أو تكسب بيها مباراة أمام بوركينا ومباراة أمام غينيا في سهل أخيرا يعني ما يحدث في الصور ما بين كابتن حسن ومحمد صلاح مؤشر جيد برضو نتمنى 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 مؤشر جيد ونتكون الحاجات اللي حصلت في الفترة اللي فاتت والزعل اللي كان موجود وبسبب تصريحات سابقة لكابتن حسن حسن إنها تكون خلاص انتهت بوجود محمد صلاح في المعسكر إن كنت أتمنى أو كنت بأقول إن محمد صلاح قائد منتخب مصر كان يكون موجود في اليوم الأول من المعسكر ما يكونش آخر لعيب ينضم للمعسكر الحقيقة لأن دور كابتن فريق حضرتك فاهم وحالك كنت كابتن فرق جمير ففاهم يعني كابتن فريق يكون موجود من أول يوم مش كون آخر لعيب رايح لكن هنعدي المرحلة دي الناس دلوقتي قاعدة مع بعضها في المعسكر نتمنى أن يكون الأجواء تم تصفيتها بالفعل والنفوس هدية ولو في حد في قلبه غضادة من الآخر يكون خلاص القصة دي انتهت ويكون هدفنا كله إن منتخب مصر يكون موجود في كاس العالم لأن اسم مصر أكبر بكتير من أي خلافات ما بين لعب ومدرب أيا كانت قيمة اللعب وقايا كانت قيمة المدرب والاتنين قيمتين كبار جدا في الكرة المصرية لكن وجودهم أو إن احنا هنقف لبعض رأس برأس اللي هيدفع التمن منتخب مصر وإحنا كجمهور منتخب مصر فأنا تمنى إن شاء الله تكون الأجواء صفيت والصور تكون دليل على إن الأمور بتسير في الاتجاهة الصحيح وحنشوف ده إن شاء الله الدان بوركينا يعني إن شاء الله نحقق نتيجة كويسة وفوز كويس مريح يطمننا على شكل المنتخب كمان كأداء في باقي التصفيات إن شاء الله كل التوفير لمنتخبنا الوطني وإن شاء الله كل التوفير للنادي الأهلي بعد منتخبنا الوطني إن شاء الله وبعد رحلته الصعبة جدا أمام بوركينا وأمام غينيا بيساو هاتين المباراتين أعتقد هم الأهم خلال هذه الفترة راح أداء من التكلم عنهم أنا بشكرك شكرا جزيلا أنا أعينا على وجودك معاين شكرا جزيلا أنا أصابي على وجودك معاين شكرا كبتان أنا أشكر حضراتكم شكرا جزيلا وغدا الحلقة جديدة من البيت كدير